يعني انت جاي معي أساساً وفي نيتك تفاركش الحكاية من أساسه صح؟ وما صدقت بقى سمعت الكلمتين دول ومتجاري على السلم يا ابني ما تعقل ابنك يا كريم يا عقل إيه بقى؟ وأنا عمانة خرف قدامك عشان تقولها ليه؟ شوف كل حاجة انتلع فيها ماشي إيه اللذي؟ ما قولك إيه بقى؟ ما تعصبنيش تقولي شوية تقولي كده؟ يا ابني فهمني ده ابوها كان واقف مبلول قدام صالح حطي إيدي في دوحة مشبوزة زي ده ليه؟ بلاش أنا أما يجي لك الاسم والطرق أعلى ساعتها تقول عليه إيه؟ خمرتك؟ ولا هتعمل إيه بالزبط؟ يا قولها لك للمرة الألف يا عبا أنا كل اللي يهمني في الموضوع ده لبناء وبس والودي أخوها ده أنا مش هدخلوا بيتي أساساً أشوف مين؟ أهلاً إيه يا جماعة صدقوا؟ إيه يا ابوها كل حاجة لأ لأ ما تجوزوا البيت؟ إنت يا بيت اللي مطلعك من عندهم؟ وإيه اللي بيحشورك في الملكش فيه؟ يلا غوري مش ماشي ده أخويا لازم أقف جنبه أنا جنبك يا عفو ومحاش هتجوز لبناء غيرك ولو موفقوش أنا جاية معاك امشي يا بيت تنزلي تحت مش ناسين وجع دماغ إنت إيه اللي حشب في كل ده؟ يتجوزها يرميها ورداره غرض يجيب الزبط أخويا هم أنا ليه متأخده هو حيلة واحد وبعدين مش معقول نحلمه من اللي اختارها قلبه ما طالتها يا بيت أقولي حاجة أمانت بك يا رب كانت فنح إن إيه تبدي على أخوك يا حبيبتي قبل كده كانت مطرح ما كانت يا طنط وديني لو منزلته معا بكرة بعد صلاة الظهرة تخطبوهالو اللي حاوري عاديك وكلك انتي بتهديدين يا بيت؟ امشي يا بيت توفره عم دومك امشي مش حقوق وأنا ليه أصير فمعاكو بعد كده مان رأيك إيه في اللي سمعته ده يا شرشافي رأيك إيه يا أمو النور بكرة الصبح يا أبا هنروح للطفي نلبس دبل ونقرأ فتحة وأنا بالوقت هتكلم لبناء نروح أي محالة نجيب في دبلتين والكلام بقى اللي انت سمعته ده عشان خطري أكنه ما حصلش ماشي؟ طب موال صالح ده يا عم ونركنه على جمالنا الجعبي هي هتعمل معا إيه؟ هتلبسها الدبل غصب اللي عناها كلبشات اه ايه المنطق ده يا عم بنت عمالة تسوف تقولك بعدين أصل امتحانات افهم بقى بقولك يا أبا كلبشات أساور القصة دي بقى اختصتة أنا سيبني خلاصها يا أخي خلص يا أخوان ما شو بقى تخلص إزاي ما بالراحة عن والي يا شرشي الله ايه البناء عايز أقولك أنتين يا أخوي عنا احنا من النسع نمر أنا نازل المعرض محمد عن اللهración مقالات الموالت بقولولي مع السلام الابناء انت مش شايف البيت عامل ازاي؟ يا سيدي صالح خفز في الدين ده يا سافر برا مصر وسبنا متناهلين في المصيبة زي اللي احنا مش عارفين هنعمل فيها ايه اساسة اتفضل زمعك يعني برضه وكني بكلم نفسي ماشي يا عاصم طب بس هروح اشوف بابا وطمن عليه وكلمك تاني خليك بقى جنب التليفون سلام ملوبنا ماشي ممكن عزدانا يا لوبنا انا هو يا بابا يا حبيبتي سيبين انا عيد لوحب اللي انا حسنها مش كويس هالفكرة خمس دقيق والدوى يشتغل وتبقى زي الفون اهم حاجة بقى انا عايزاك تنسى الموضوع اللي حصل برا ده خالص عاملها ازاي دي بس وليه اللي عاملها ازاي نحس ان صمعتنا بقى تفطين في الشارع بكلهم وميلة كان بتكلفت اللي فوق ااصم ايه ايه ثاني بعد اللي عمل هو بو عايزي يا بلني برا وانا بعد اذنك هروح اقبله عشان اخلص الموضوع ده خالص ازاي اللي ابنا تبليل تبليل واحدك وفين هقبله في اي مكان برا ما هو الراجل بتاعنا سابنة وهرب مقدميش حل تاني يا بابا بقى بحبيبتي الطايف بس بتاخريش ها هقبله في اي مكان ماكشوف نص ساعة مش هتاخر كيف حشتيني مرسي مرسي ايه اقولك حشتيني ايه المزيكة مؤثر عليك ولا ايه لا يا رو انتي المؤثر افاين انا عمري ما كنت اتخايا ان انا اتغير علشان هاي الحد انت مش طبيعي النهاردة مبلاش عمل لك اختبار واستفزك عشان صوتك يعلى بقى ويبان طبعك الحقيقي كل حاجة تتغير مع الوقت هلوب تتعرف بقى طبيعة شغلي في شوية وان فوخشونة والتجيئة ومساكر بسيج بقى من الكلان ده ما تيجي بعد ما اتعاشت كده هنلف على المحليات وانا ايه احلى دبليتينة في مصر بساعد بحيس ان انا ما عرفكش خالص ان انا محتاج وقت طويل قوية لشان اعرفك كلك كده قبل ما قدر اقرر بقى اذا كنت هنعمل الحاجة اللي انت لسه اقل عليها دي وانا الحكاية قساما كده بكتير شك الدبوب ازا انا بيقوله بس انتي فتحي قلبك يا دي قلبي اللي انا مش هرفاله باب من شباج ده بس يا عاصم المشكلة ان انا لغي قلبي من القصة اصلي وما فكر بقى علي بس ما هي دي المشكلة انتي في سكة العقل وانا في سكة القلب انتقابل ازاي بقولك فتحي قلبك فتحته يا سيد دي حد تاني تبقى مترددة طب اقولك حاجة مورة سمعتها الفيلم اخد اللي حبك باخديش اللي تحبي يبقى انت عارف ان انا مش بحبك وموافق لا ده معنان ان لو كان في حد في حياتك وانت مش متفقين اجتماعيا فكريا بلاش تخديه بعد عنه تفكرت في كلامي ديك اخر مرة لما قابلتك لما قلتلك تفكر في مشاعرك نحيتي فكرت حاسية حسيت انا ما انفعش عايش من غيرك بس واضح ان انا ما ببيش في دمائه لك خاطص انا بفكر فيك ولا في غيرك الياه لابنا مش عارفة يا وصف مش عارفة اللي هتبقى سعيدة معاه روحير وفور يسيبك مني مومين ده اللي مانعك تفكري فيها بس الشاي الوحيد اللي عازك تعرفين اني فعلا بحبك وشوب ايه ان كتب بيها يا هاسف ايه الله يخرب بيتي انت جبت الرقم من ايه يا بيت؟ وهي يا دي شغلانة اهو جبت وخلاص ان غاب القط تلعب يا فارو ولا النظام ايه اصل القط بتاعي والقط بتاعك خدوا بعض ورحوا عالخن بتاعه اهو مو تعرف بتجيب الكلام ده منيد تود ايه يا واد انا لو ملك الموت دخل علي وقال لي اختاري هاخترك انت وارح معاه الله طم انت تتعرف تقولي كلام حلوه هو يعسلة يا مساحل يا رب اهي بدأت تندعاه الساري احنينة الراجل اللي قاعد معايا زمانه جاي يا أخي لو جالك بعته يجيب لك مفاكة من اليابان قول بقى أنا طلبك عشان أسمعك أوه أنا راديو يا بيت حلوة الأغنية اللي جنبك دي لا 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 أغنية ايه بقى ما تخدميش في دوكا أنا عايزك تفاهمين الأول ضغطي لفؤ المخزن أنديل وموجودة على الفاتورة أو على المحل لكن أنت بقى عرفت إزاي أن أنا هنا ودلوقتي ما تركز معايا شوية مش كده وحشتيني يا ولد يا جامد وهو أنت شوية ده أنا لودي ودي حطك في منديل وطبقه كده وارميه في عبّي لعمر كل طب مش خايفة يا بيت لحسن هتشق هناك وأنت مش قدي شقاوتي يا أخوية تنايل ما كانت قدامك الشقاوة وعملتلي فيها الشيخ عشور الشيخ عشور مين يا بيت واحد ما تعرفوش بيبيع فرط الرمان آه بيبقى إنها كده فرطت زيزو حبيبتك اتخطبت النعاردة لوبنا وهو أنت فيه في قلبك غيرها عاصم خدا بيه النعاردة وروح يخطوها ألو أنت رحت فين؟ للدرجة دي قلبك فضت وراح وراح؟ لا أنت قلت فيها حجمة وليكش نصيف فيها أنا عارفة أني جرحت بس معلش حاسع بحقك لوبنا وعم لطفي ما وفوش على الخطوة بس بيني وبينك إن عاردة أو بكرة ممكن يوافق زيزو عشان خطري نساها نساها وفتكرك أنت يا سنة يا خوية نساها أنت بس الأول وسيب الباقي علي إيه رأيك؟ بكر نتقابل في الشقة نتقابل يا سنة بس بلاش في الشقة يعني خليها في الهغم ماشي ماشي أنا كفاية على أني أشوفك وخلاص تصبعها على خير طب بلّ ريئي بكلمة حلوة علشان أنا مو أحلم بيها للصبح مربة ماشي يا عاصم بس ورحمة أبوك عبد الرحيم ما تفكرش فيها للهدي حاضر يا سنت ورحمة أبوك الأفضل أفكر فيها طول الليل دارتي سيلمة ماشي موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر 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 قنقر نانسي 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 قنقر ولكنني من كل الكلاب اللي نفخهم القرش ومعليهم الغرور امدوا هلو يا بيت في نامة ولا صحي طب أنا عايز أتكلم معاكي يلا خلاص ياه ها جوه هو نام فعودنا بعض يواطي يلا عملي كوباية شاي لحد ما أجيب لك ها يلا سلام هو فيه ايه قصة حب مع كوباية الشاي ولا ايه قلصينا هعمل لك ايه ما انا من ساعة ما عدت ونفسي اجابة عالسؤال ان انا قلته ايه بقى هو يا دنين علي وعلق ابني من بدر انت الحي تنسيت ايه يا اخوية هي لبنا لحظت موخت درية بيت ما تلمي نفسك ولا هو ما امشوا اسيبك ولا ايه خلاص حلم هذكرك يا وات مش انا سألت قلتلك لما كنت معاها في المطعم حسيت بايه في حد في حياتها اترابكت اتغيرت نفسها في البرتقال وخيفة من قشره كده يعني نيلي فوزير السينادي ان شاء الله ولا ايه مش عارف اقولك ايه والله يعني حاس ان ايه مثلا خايفة تقول كلامي اتاخد عليها مترددة خايفة مش عارف ايه بس كنتي ليه عشان كلامك مايا ماسخ كده وملوش طعب بقولك ايه انت لو حتفضل مداه والمعاها كده بقولك ايه انت بان عليك هتاكلة علقة النهاردة بص بق انا عايزات تنسى خلاص انك زابط وتركز مع كلامي وتنفزه زي ما بقوله بالظبط انت بكرة الجمعة اللي هو النهاردة يعني هتطلبها بالتليفون وتنغي معاها في اي حاجة قولها مثلا ان انتوا عايزين تنزيروا تشيروا الدبل اي كلام هتعرف منها انها قعدة في البيت ومين حيكون معاها في البيت ابوها مهو جمعة واجازة تقوم رايح لهم وتطب عليهم ومعاك في ادكتل ستين جاتون عايزات في القعدة دي تاكلهم كده تداردش معاهم بقى في اي حاجة في ايهزار في اي نقطة في السياسة في الكورة كده يعني المهم متاكلهم عشان او ما تنزل من هنا يبتدوا يقنعوا في بعدي من هنا المهم ما تجيبش سيرة صالح على لسانك ابدا الله ايه ايش معنى له انت ما انتعرفش ما عرفش ايه يا بنت العفريت انتعرفت دي ازاي اللي هي ايه طي تستفيش عليها وجوة يا بيت اصلك ما تعرفش يعني ايه واحدة عيشة في فراغ ووحدة اسمع لي كلمة من هنا اشوف لي منظر كده واركب بقى فوق بعض وعيش انت فاهم حاجة اروح اعمل قراجوز يعني عشان يحبوني ولا ايه لا انت رايح مخصوص بكرة علشان ما تخليهاش تكرمش منك مخرب بيتك يا بيت انت بيجيبك لان دا دنين تكشي يعني ومكسبك الوحيد من المشواردة انك تكسب عرضية عندها وخصوص ان عقلها مشغول بالقضية بتاعتها قضية ايه انت ايه القطار اللي انت بتكلميني بيها دي ما تخلصي والله هي فكرة فكرة ايها يا بيت انت الاحسن انا اقوم وسيبك بخلصي بقى استنى بس دي كان عندها مشكلة في الكلية بتاعتها انا مش عارفاه كويس بس هو فيه عندها حاجة في الكلية اش معنى دي بقى اللي ما جبتيش قرارها الولية اللي بتغسلهم فمين كتلمحيتلي كده بشوية كلام فانا عايزك بكرة وانت في القعدة عندهم تفرض عضلتك وتفرض صدرك وتقدم لهم كل الخدمات اللي ممكن تقدمها ليه؟ علشان هم تلاقيهم عمالين يتكلموا فيك انتا والوادي التاني بخلص بيت يا كابت ميايتي متأكدة اني فيه حد في حياتها كده لا الاجازة دي مش هتنفع ايه هو اللي مش هينفع بص بقى ما هو انت لازم تكسب قلبة بوها وقلبها في القعدة دي علشان اول ما تنزل من هنا يقضوا يقنعوا في بعض من هنا وليك عليا الاجازة الجاية تلبسوا الدبل وانت رقع الزخاريت في الشارع كله يلا ايدك عالحلاوة يلا بيتم ارافي حاجة اساسة يا حجروت حجروت فيه عايزياش الشارع حرفين العزم كده نعم رايع فين رايع فين ايه النهاردة كدومة والخطيب هو قدام منك بيخطط وصوتهم لعنة صوته بباح هكون رايع فين السيمة ايه صوته بباح دي عجباني قوي بس انا بصراعة مفهمش كل كل كلامه عشان بيقوله بالنحو انا كنت عايزك موضوع كده لغاية ما يقيمه الصلاة وانك ايه اه اه دماء كده لو متضدت على صلي معي انا هاجه صلي بس اسمعني يقول ايه اللي اسمع يا ارسان بتاع الموضوع بتاع صلي حب مجلي هتعمل راوشة وبيني وبينك يعني لو طلب تشاهدتي انا مش هاجزة هاضطر اقولي الحقيقة وبعدين انت بقى تحاول ترم كده للكسر ده وتصلحه ولا اقولي ده ما بتصلحش لكن نعمل ايه تشار شهد نعم ده وقت الكلام ده ده موضوع نتكلم فيه دلوقتي ايوة ما انا عايز اقولك اهو فكر في موضوع المكتبة والفيوس اللي هديه لك هيبقى سر بيليوم منك وهديك اعلى ساعة فكر بس ازاي نلمت دور وتدل ليه حقه وتلمي الحكاية بدل فضايع انت تتدايق لو فضلت وقف كده وانا دخلت صلي الجمعة تتدايق يعني فحاجه لا اجري اخطف السبحة واجيلك ههصلك على طول اخطف السبحة واجيه استنى بس الله على ايه ان اعم انت عمدة ومدير امن اتفضل يا معلم عمدة ومدير امن انا اه اه انا مش هسيبك دلوقتي يا معلم غلما تفسل بيني وبين اخوي وانت عمدة شرع عبدالعزيز وكلامك يمشي على رجابيني وانا فضيلك هلا والله هفضي وابدع رجاري للقرش يبقى نجسر كده يا معلم واللم اللي انكسر ومالناش بركة غيرك واحنا خدامينك يا معلم انا والشافع يالا حد ضحك عليك ولا حاجه انا جاي عشان خاطر جايبلك الشافع معايا معلم عشان خاطر حضرتك الكبير نحينا في الشارع شافع ايه تعايا شافع شافع اهلا بسيدي المعلمين الكبير انه كل واحد يعمل راسه جدا عشان يوافق على انه يعني يرضى عنه ولا حاجه انا تربيتك العلم لو اكتب الله ما عرفتها ربا ولا ربيته عمل حساب ولا عمل حتى لنفسه اصح اتنوا من انا حاجه والناس اللي عمله صاحبك انتهت ناوت سوء الهبل ولا ايه انتهت بقى لك كم سنة يالا معانا هنا في شارع عبد العزيز عمري بحالة ومعلم واللي يكوني العشرة بقى والناس اللي مربيهم ومعشرهم وروح يبلغ عنهم تنصاص اللي يالي في الإساء بيبقى ايه اخيانة منها معلم ويسمح ويسمح ويسمينا انا لمش فهم حاجه والله معلم ما تطلعش زرابيني يالا اري بخيانتك وادا ما اخش اجب المسدس افرقوا كله فيه ده لجانك عشان تقبر بخطره وصلحنا على المعلم بتاك عشان يبقى العين اكتن عيش معك امعلم اذا رجل عبرك بخلطك امعلم تبتوني يا طب عليها تطلق بالتلاتة من بيتها معلم اللي انا طفحان على شارعه قدامي لا عمره هن ولا عمره عملت حاجة ده لطلعه عمري ماشا معلم تلكات مش عشان اكون لقبة العيش اللي بقى اكتن بقى عياني عزبي الله ونعمى الوكيل في اللي عمل فيه يا كده يا معلم عزبي الله ونعمى الوكيل يحروب عنها الشغل في شارعه عبد العزيز كله ومعلم انا رح اصدل وضع علا عمل فيه كده زي ما يكون كلامه الجاذب وراه ده جعوه بس ده رح يصلي الظهر يا معلم الله وانتعاني حالف ما تخش الجامع وليه رح يالا باكرو معكس ده لا باعيش باعكت اولعه اهلا الاختين الحلوين يا عمي زيزو احنا هنفضل نشحاتك هنتلمى عليك زي زيتونة المجلولة في طبق زيت ولا ايه زيتونة مجلولة زيت محطوطة في طبق صيني واتنين يا طبقية عايزين يستدوها بشوكة ماشي يا عمينا قدين انا مينا الشوكة والسكينة ممكن نهدى بقى ونعقشك عشان لقب نفتفت شوية جودة عايزة بتاعي بقى اللي حتقوله عارفه يا شب قلتلك لا يا يا عمي زيزو يا حاجة ما بتعملش غل سمت مقلي وروز احمر ولا ايه يا عمينا ماشي عمينا محناها مع بسطين بالخل واللمونق طبق زيت ممكن نكونهم بقى مع بعضين بس عايزين نهدى بقى ونتكلف حبيتين مع بعضين يا عمي طبق احنا هنفضل ضوف كده انا تعبت بقى عزة رأي ما انا كمان تعبت وانا عارف انا بلف ليه ولا على رجلة تلاقش الحيني انا طب انت ابتضاع انا ليه يا عشابرو طبق انا بس عارفك ليه؟ انت بتعددني انا ولا ايه؟ هتجيب عليك يا عشابرو هتجيب عليك يا عشابرو قول ايش قول مال بس صحبية اللي بقى يا بقى طبق احنا بنلف ليه طيب؟ انا مش عارف يا جرى يا ولاد المجنين هديني وافتة ماشي كفار يا معرف ارجو بيت بقى اللي بلغ على بيت يا ابن المجنونة بقى من اللي بلغ عنك يا عمي غيرو بكلمك جد يا زيزو سبوبة انديل دي شمال الشمال وفي السلم المعوى الجياسطة البر رادي انت طلعت بيدها البر الجاية ايه؟ ايه؟ اقول له يا عم فك الجام لسانك وقول لاخوتك وفاتفة ده احنا وكلين عايش ومالحة مع بعض بس لاشي المالحة لقصول اولها ترد على التقال وتاني حاجة تسلم البضاعة اللي قفاشت معراق بيقولك البضاعة اللي ايه؟ سمعت يا عم الراديو ووضح يا عم زيزو لان كلامك مش حلو على ودن اليمين يبقى حلو يا خويا على ودنك الشمال احنا مش قولنا قبل كده هنفتح الورشة ونقول يا هادي مش قولنا هنجيب مونة ونقافل ونبيع واللي يطلع لنا هنصدد منه اجار الورشة والباقي ناسم والله صحي انه هجيب مارعي هديك قولتها مونة وإجار والباقي هنجيب بيه يا عزيزو سمك مقلي ورز أحمر يا جرح سيئ عليك انها بفهم عليها زي ما انا بفهم عليك وطا تقودانك وسلق سمعها يا بقى انا عارف اللي حتقوله يا شابرو وقلت لا عشان السكة دي اخرتها معروفة مؤبد ونطلع منه على عكزين ما تقول حاجة يا عم الصدق اخرتها مؤبد ونطلع بدها على عكزين يا دي الصدق بتاع مش بتاعه هو يا عم ما تخليك بعدها بقى انت بالاخر كده بالشغلانة دي بل 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 يبقى حلزة ده وصلت حشيش وقبل ما تفتح بوقك هقولك فلتها وهكون صريح معاك اكتر من امي يا امك موجودة الله يرحم الجميع هي في البلد ليه في حاجة عايز اعرف من اللي خليفاتك النصحة دي وبتصدقك الله يرحم الجميع يا عم احنا كنا نويين اخدك طعم نبعتك تتمسك الحكومة تتلاقي فيك لكن انت عملت مع ابن الصح ومش بس كده دخلتني بيتك وكان نعيش وملح مع بعض وانا ردتها لك فخوك وسلقته من قضية في السليم المعواج جياسطة الدور والباقي بقى ان انت ترد الجميل وتتوسى شوية مش بس كده كمان الناس بتصق فيا وهيددون البضاعة لحد ما نسلك نعدي نبيع انا عايز افهم بقى من ابن الكلب الغاب اللي بيسك فيك ده بيديلك بضاعة كده على الله بيض تحب اديك الانوان واروح انا يا جدع الموضوع مش محتاج لها راس مال وانا هنبقى تجار صنف ده انا هنقبع على وش الدنيا والناس هتمشي تشاور علينا وتقول هما دول السنتو قد بوحسة مالينة عكاوي هارفي عنقل عكاوي يا جدع اسمعني بقى يا ديني اسمعتك وايا معلم شابرو والبضاعة دي اخواص النارة اللي حيقرب منها هيشبك وبدال ما تقب تغرق بقوله كده والبصر اسكت ياد بدل ما غطك يا يا مزيزو انت جايات احنا دمي وتعليك كفتازين في دماغي يا جدع انا بقولك الموضوع مش محتاج تحوشة العمر ولا شقة السجين ولا السكة اللي انت ماشي فيها هنقبع على وش الدنيا بيش مصدقني اكتب لك على حطان ان احنا هنتوب يا جدع يا عم غور ونفز بعيد عن دماغي وانخلصت يا عم في المصلحة هشتري منك البضاعة وقت صدق بالله ان انت عايق سو لازم اعلم عليك كنت لبت عالله عدع طويل الواقف الورش يصيب المفتاح في اي حتة شابرو شابرو وزيزو لسه مجاش بكرا عاصم باشا صباح جديد لان فضل لساعات الراية المعرض نور كله فضل لراية اخلص فضل لساعات كل داشة امارنا شابرو مجرم 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 واضح انك كنت عيد اواعي ان التليفون واضح انك كنت اقيد اواعي ان التليفون الله مين معايا تنسيت صوتي ولا ايه? طب بس خلاص خلاص. انا بقى سدتي لفتحت شبكة بلكونة كده وبصيتي على مهرد الشرشابي اللي ابيزة من منزلية قيتلاقي واحد غلبان قاعد من كانت حاج مستاني جوليات تتحين عليه وبوصله. اه عمل فيها ورومي وبقى. وقولك ايه ما تيجي ننزل شوية كده. طب حتى هاني يتماشى بعربية يعني بالبارد جده. الله مالو. انا كان ليس شايفوا الصبح في الصالة اللي كان كويس. طب هي جيمت. يا عمشين فعننزل النهاردة. مشي. مشي يا ستروبنا هنم. طلوط لك يا مري باشا. سلام. سلام. عطية. اقمرني يا ساعة الباشا. يا صباح الفل. يا باشا خيرك مغرقني. مغرق ايه اسمع. دول تبعت حد يجيب احلى دستان جاتو في البلد. انا ايه يا ساعة الباشا. تشوف حد فيفهم كده عشان يجيب حاجة نظيفة. انا اقولك تروح انتها. اروح انا يا ساعة الباشا. من احلى محلات جاتو في مصر كلها يا ساعة الباشا. اقمرني يا باشا. اعطيها. ايو يا باشا. احسن دستان جاتو اهوا. انا اعمل استنين. امش المحلات كلها. اخلاص. اتعبوا عليكم. ما نشوفها لوبنا. ايجا علينا يا رب. بنعور يا بركة. حبيب الغالي. بقولك ايه يا علي. تقمر يا ستة البنات. صحاتلي من اللي بيشربه الاستاذ ده. بس يبقى امتلك. من عنايا يا امر. ولو ان فيه الاحسن. الله يا علي ما تسيبني براحتي. تقمر يا امر. الا قولي. مش انت برضو تبقى صاحب صالح. اه. وانت يا هلا مزبوط. تعجبني فيك زكاوتك يا كيمو. عبيبتي. شكرا. قولي بقى. انت مسافرتش زي وليه. ده جاب التأشير يا ابني في ومين اتنين بس. فين بس الفلوس اللي جبنيها التأشير. دي بسيطة. انا ممكن اكلم لك صاحب المكتب. اصله معرفي تابويا. ما انا برضو اللي اتصالتي بيوصيته. علشان يصفر صالح بسرعة. مش حكاية بسرعة. المهم الفلوس. دي كمان مقدور عليها. انت كده كده تدفع جزء في الاول. والباقي هيتبقى تدفعه هو. هيتخصم يعني من مرتبك. ما هو صالح برضو مسافر كده يا ابني. ازاي بقى. ده اللي انه هو دفع كاش. ضحك عليك. اسألنا انا. اصل صالح. اسراره كلها معايا. الا اقول. انت تعرف مكان المكتب ولا لا. اه انا عارب. بس لروحته مع صالح مرتين استعجل التأشير. حل. انا بقى لما بويا يبقى يكلمني من هناك. هبقى خليه كلم صاحبه ده. وساعتها هتيجي معايا المكتب على انك ابني خيلي. زي ما اتفقنا. بالتأسيد. ده انت كده ربنا بعتك ليه. اه اصل انت متعرفش صالح وجلوته عنتي. وكمان اصحابه. سلام بقى. اتفضل يا علم. حبيبتي. حلم. زي الفل. ما تخلي عمر. سلام. سلام يا جميل. سلام. يا عيني. شفت دي. شفت ايه. اه. ده كده بقى بداية الدبت يا بركة. هادينا هنشوف الاخر. السلام يا علم. سلام يا حبيبي. يا بنت اللذيذة يا مفتنية. ده لسه الحكاية ما بردتش. حجلني. قولي مين يا شرشابي. مش عارف. قولي انت مين يا انديل انا موخي شدت. اكيد هو واحد هم برأسه فوق. واش همه من اي حاجة. وداخل في وسط الالغام. علام. ليه؟ علامه هو مرضي. وزي الفل. وبعدين يعرف مكان الكرتات من ايه. يبقى ده عمل كده. واحد من جوه الحكاية. فهم ايه الموضوع بالظهر. هو واحد راسي عاد بيه موضوع. نم العدة. والكرتات. والغسلات. وخلص كل ده. قبل الاسم ييجي. عشن ييجي. وما لاقيش اي حاجة موجودة. بس الشخص ده. موجود. موسيقى اللهم صل على النبي. عليه الصلاة والسلام. عرمان يا مولانا. جمعان يا زيزو تعالى تفضل. كبانا اضافت المخروبة. مش خايف يا رب. عفرية الالام تهرب منك وتسيبك الوحدك مباحلق في السماء. مانا مولي علوم بخور اهو عشان ما يهربوش. انا برضك لما شفتك خارج من صلاة الجمعة ما صدقتش عناية. مش كده احسن برضو. واحسن. سبحان الله يعني من الشوية والموتقلات للجلبية والطقية. انت انا قصة تقل ده انا جديه شوية وتبقى مولانا رسمي. المهم انا تسكن اليه الروح ويطمئن له القلب. صلاة عالنبي. العب. سادة وتؤمن بالله انا جاي اسمع كلمتين دول وقا بشين. اه انا قررت يا صاحبة غير من حياتي كلها. ومالو ايدي على كتفك. انا قررت اللي عاوز اميدي ايدي واخده وبدون تردد. بقى حاسن. كده تبقى حرامي رسمي. والدور عديتك دي لما اوز ده يعني شمال. حتى السجار والحشيش بطلطون. ماشي. بس انا يعني مش فاهم يعني ايه اللي تقوزه وتاخده دي. انا عيشت حياتي كلها متأمن. كل حاجة فكرت فيها وبسط لها من مئة زواج. كاين وقت التفويض اشتغى المرائب عامل الحياة. عيل والبقى. بس ده يعني لما اوز عني خليك تفهم الحياة اكتر وتتعامل. بالعكس. لما تفهم كل حاجة ونقضها بتلاقي نفسك واقف واستضايا ما جديد من كل ناحية. وفجأة تمر السنين. وتلاقي اللي مكانش فاهم ده سبعك وانت لسه واقف تفكر. ربت دماغك. ده مش دماغي. دي كارت قال حاجة شبعك كده. ودي كارتر ده مش متاع امريكا. بس انا صاحبي متأخذنيش هتسيبك قصة والكتابة والشعر والكلام ده عليك. وتعمل ايه؟ مش هسابهم ده. انا هقف معك في محل ابوك وتعلم منك وماخدش اجرب. يمكن نقول اجرب ايه يا اخوي. انت جيت في وقتك. ننزل ان شاء الله الصبح نجيب بضاعة ونفتح ساوي. والشغلان اللي كانت وراك. لما انا خلصت المصلحة النهاردة قبل الصلاة. مش بقولك جيت في وقتك. ودي يا عم. عشرين جنيه هم. عربون. ورحمة ابويا من تردادهم انت لقي تاكل. بتورطني انا عشان مرجعش في كلامي. بصراحة ربنا اه. مش عارف يا ادلين انت كتروح اتبرتحل في كلام. بحس كده ان انا معاك عايزة بعضة. بعضة يا صاحب احنا اخوات. قولي. عملت فلوس كويسة مش غالان اللي فاتت. اه. تسيبك بقى من الشغل والفلوس والكلام ده. تم اطرح لها. هي مين؟ لبنة. مدي ايدك وخد اللي تعوز ما تشتنزها يا حالاتي. لو معاك تمن الشبكة جمد قلبك وروح. ما تقوليش بقى هي صيدالة وانت دبلوم. الحب يا زيزو الحب. اكبر شهادة في الدنيا ممكن انسان يحصل عليها. ولو ابوها رافض. ابوها بيحبك ولو شاب بنته مقتنع مش هقدر رافض على طول. ها. معاك تمن الشبكة. لا. ما بس لعشرين جنيه. انت الحق. والله ما هم راجعين. لا قيته يا جعور. انا جلبت عليه الدنيا وكان اجساس على اهل بالكونات اللي في الشوائر. لا حد لا هوك مش لجيه. يعني هيكونوا رحبين مش في المأغزن ولا هنا ولا هنا. العرض تشاعته وملعته. أقول لك يا سمع يا صاحبي أنا حاسس إن الحكاية داي فيها قبصية شوية الشهادة لله الواد دا طول عمره مية مية وما يعملش أي غلط أخي، إحنا مال أهلين أقول لك يا ما تعرفيش طريق بيئك وأنا يا سيدي أروح أختفرق لي وأروح أصعل عليك اللي يعرف بيته والوقت شابره أو الوقت بكر قدل أقول لك يوم فين دول عمين زي العفاريت ومش عم ما يطلع وغير في الليل بس يا عم في الليل إيه أنا لسه مدخال بيوم النص ساعة أقول لك يا أنا مالي أنا راح عند المعرض خلاص منسهل علي الشرشابي وجوله إن أنا لسه عم مدور خلاص تراكل الله طول عمرك زي قلتك سعافة شرشابي اللي أدعم المكان إزاي زي الفل ولا أكني فيه أثر لأي شغلانة أنت عارف حتى عديته خدها معاه قولي وأنت عديته كل فلوسه هو خد تمن الأجسيات كلها بالكامل ومن أجرته ألفين ونص أيها اللي لسه بقي له فلوس اللي أتشغل بالك لأوي بالموضوع ده ما تفهمني وتخلاصني اللي قد خلاص بقى كلب القرش بيجد ورا أي قرش يلاقيه وبعدين لقى رزقه معاه اللي خليه بيعنا ويسيب الحاجات ده كلها ويمشي لا لا أنا أقولك بقى خفيف اللي قد عمل نمرة عشان يعرفنا إنه قادر علينا ولو ما مسكناش فيه بيئ دينا واسناننا واخبالك هيروح يبلغ بقى لا لا ويفضحنا وقول بلوينة وخش في قضايا وخش في مباحث عمي لأ دماغه ما تروحش بغد كده فهمنا أنا تمال الزابط لما جي المغزن ما لقاش أثر لحاجة ازاي جي ساه أولا أنت مفهم والوادواء كانت خوانا سامان لما الزابط جهر هو كان قافل عن نفسه جوا في المغزن عم الزابط خبط وعملوا له الليلة والخمسة بتوعهم دول كانت خبة كل حاجة وخلص الدول الله الله ايه الحلاوة دي أنا أول مرة أشوفك بدي الأمان لحد اه أقولك أنا بقى ليه أصل كبشة المار مش في إيدك عارف ليه أنا صاحب الليلة كلها مغزن بتاعي والبضاعة بتاعتي لو بلغ أنا اللي حلبسها وحشيلها وإنت بقى زعلان من إيه مفيش حاجة عليك طبعاً إنت بتقول إيه عبيت إنت ألا أه ما اللي يضرك يضريني وفي نفس الوقت ما أنا مضرور في إرشي إرشك إرشك يا أبو إرش إنت بتاخد مكسابك قبل ما تحط فلوسك ما الغبطة غتيزة أنا لو كنت قبل كده جبت ورا وغرستك معايا فيه ما كنتش قلت من البول بعد كده بقى إسكت انفض الغباوة دي من دباوة وخلينا بفتقة سيب لأ أنا موضوع زيزو دا لا زيزو دا بتاعنا وأنا اللي هاخد حالي معنا بطريقتك دي هتضيعنا كلنا با هو لومي الزيزو يبقى مين يا شرشابي أقول لك أنا سيب لأ أنا الموضوع دا لو ليك عنده إرش أنا هجبوك وفي نفس الوقت لو حصل اللي بتقوله دا هتتفرج عليه وهو بتزافي لمزاعم ماشي ماشي أشجان افتحي شبك للمطبخ ياختي دخان السمك مال الشاء طيب يا أخوي أشجان والنبي خش القودة هذه الفوتة أنا أقوليها لعبدالعزيز ماتحبوك أزيت باك وطغمري كده زي غفير الدرق يا بيت تلمي لسانك وخلاصي بقى فوتة حاضر حاضر يا ولا بتجيبها لك اهيك تدي له الفوتة وأنا رخلص تنجيته يا بيت تدي له الفوتة ما تخافيش فوتة رجل مستعجل يا مرت خالي بيكون ورا مشوار رب بقولك ايه والسامك ده ماضي عليه كم بيكوني بس يا بيت يا بيت ماتعرفيش المشوار اللي رايحه باوك ولا عارفه وبتستهبلي وده وقته كومي كومي رجل مستعجل يلا همي طيب ان ما وريتك يا بنت غتيبة حاضر انا مش فهم احيانا كل السامك جاية بتو ايه لزف استاذ السمك ولا ايه تجيك واحدة بيكون الوكلة جاهز انت طالع بعد الغدر انا ولا طالع ولا نازل انا هاكل وخش انام عشان انا ما نمتش من المبارح ربنا انا اتجعلك يا رب امين يا رب يا رب هات 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 انا عشوف الوقت عايز كام يا وان طب وعرفتي ازاي بقى ايه وان واني مش همك يا ود ولا ايه اه بصراحة انا محتاج المرارة دين فلوس اكتر شوية عشان انا عندي كتب وما لازم لازم اشتريها ما يطلع اخوكم الحمام اطلب منه اللي انت عايز لا انا مش هقوله اي حاجة كفاية اللي هو فيه انت يا اخو دي لي بقوني 35 جنيه وكدا زي الفل يا عم وليد انت تمر واحنا ننفذ وده احنا مش قلنا بقى نبطل حكاياتي من الكسوف دي مش كسوف والله يا زيزو بس انا عارف الظروف اللي انت فيها بس انا برضو عندي حاجات لازم اعملها ولازم اشتري كتب ومولازم الله يعينك يعني انا هما كلهم ثلاث سنين ثلاث سنين وهتعدح مني قوي ده مكام خمسين جنيه شغال معاك ولا عادي ده كده زي الفل ماشي تعال اولي انا زميك هدف البعض يا الليل انت بس انا وادة هنالفلوس اللي كانت في الجابة البنطلون ده يا عم ا انا فسار لجبت هواتة على الارض حطيتهم تحت المخطط تقولني بحاجة تاني؟ تنيني راياسك خدي يا معزم منحرج منك رايس وكلها ثلاث سنين غير دي وربنا يكرم بعضها ان شاء الله بقول لك ايه؟ تريسي بتذكر المعروب بتاع السويس ده؟ اه ليه؟ خلي بالك مننا عشان شاكني كده بيخبر ومش مركز اه ما انا عارف وبيني وبينك انا كده اصلا بفكر اذكر مع نفسي انا كده في البيت بقى ما تقتمش معها على طولي انا اواصف في النار ماشي انتو ايه؟ عملت ويف الغدع علشان انا انا اقع من طولي خلاص انا ايا تجي يا واحد استني بقول التعالي السمك عن نار اتعامنا مقلي وادماشي مقلي ايه؟ مقلي مقلي اه طب بص يا ستة ده ولا ده؟ كلهم حلوين بس لازم ان اللبس يليجي على المشوار اللي انت رايح يا لا ايمة عازت عارف انا رايح فين اه؟ لا دورها في دماغك ونجي بص يا ستة انا رايح مش هو الخصوصي انا اتقدرت هتكريمش باين باين في عينيك في حسك اللي بيزغل بلبس دور هيبقوا حلوين عليك ولا ده؟ نا دور تمام يبقى ده انت مالك وقفالي كده ليه؟ اتكسر عينك تحت انت لابس لي فالي للحملات دي او حد قالي كوفي هنا انت لك قلت لي استني تعب روح بقولي اه كده هتخش عليها ونعريال تاني طيبة ايه بأثر معاك تعالي حاجة بمثيرة بس ايه لايك في الريحة دي يا بوي وصي 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 عاملت معاك ايه؟ يا بوي بلدان اخو اشتعها واحدة الله عليك ايه انت جبتها على بلاطة ما تيجي معاك احسن بقى انت عايز مارد خالي تكتلني عبدالعزيز ايه عبدالعزيز ايه عايزة ايه ايه بيت ريهابلا ولا ايه ايوه 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 يا باشا اللي طلبت حضرت انت تأخرتلي بقى مش قللك تروح وتيجي هوا يا باشا النهاردة الجمعة والدنيا زر صلاة انت تحجيين قصة حياتك يمش لك اتدارك طيب باشا اهلا انا حاجة 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 حامل الله على السلامة ايه الهدية يا باشا اعمل ايه ديك حدين يا حمد الله هدية هدية تكتو فين كنا بنعسس بالسوق ما تيجي زمهنة كده نطلع لك اوصر عاملة كبدة عالفاحم وكبد وكلاو بعدين واحنا هناج بقى بالمرة نعرف العلبة فيها ايه اوه ايتوا بالله انه هو شيفا بقى كده طلعو عشان انا الحاجة مش هينفع انت فاهم اها الحاجة بتستنى ده ممكن تقلينا مشكلة جامدة اوي لو بتحبج معاك المشورة الوحى انا تمام انا المشورة الوحى انا وكلو زب احنا اوما نخلص اكلها عنده لك احنا تيجي بقى مضبط ده. طب. ايه شابرو! عازل الهباب ده في ايه? اخي عازل في موضوع كده. الصباح ابيض متعصت لسه محدش عالكرة سيد المعلمين. مش ده عاصم باشا بتاع الشرطة في خدمة الناس كلها. ايه يا باشا. ايه يا باشا. صباحي عزم باطي. ايه. ايه. اشتازم معليك بس اروح. يا الله يا فش. ايه يا باشا. ايه يا باشا. ايه يا باشا. ات مين انت عاصمي? يلا هتخش جوه. طب اكت عيشوا حلاوة يا ابن. طب اكلم بسامير اقطيب. تكلم يا ابن. طراح فين يا ابن. ماشي يا اخي ربا خواه يا حدي يدخل ايه اه. اللي اتزدي وصنديفي يدخل قادر روح اللي هرندف. رندف وتعال. مش حدي عامل معك اي اقاوة انا رقبت ليه؟ لا لا لأ فينش حديه مسي جديد. خلاص يا حاج انا روح انا. روح يا حبيب مع السلام. على قديم وكتاب الله يا حاج. يا أهلا اللي شنفط لك من أخيرك كده أصلاً أخيراً لما أجعله أخيرة حاجه كنت نامت نرفس شوية وبعدين قمت من الأم حسيت أنه ضغطي عالي فاتمشيت في الرشبشر بتاع الشقة خبطت في مكانة الحلاقة وحصلي إصابة عمل إصابة عمل؟ ليه؟ شغال في المصانع الحربية؟ ولا العالمي طالعين في المقادر جديد بيدوق على أفاك؟ مين يا معلم اللي يقدر يديني على أفاك؟ دول كانوا سابع هاجمين عليها من ميدان العتبة و13 نازلين من جبل المقاطم وما كانش معايا سلاح شدت سلسلة ضاري وطورت فيهم الضرب حتى اسأل وركبتها تاني طب وزيزو؟ مالو زيزو عايزينو؟ ما هو في عبك يا حاج والفجرية البوكس خده عليك مور يعني كنت بتعس بالليل في الشارع زي عوايدك انت وصحبك اللي برا ده؟ شفته إيه بقى؟ ما هو لو تفهمني بس أنت عايز يا سيدي المعلمين التحت أمر اسمع بقى اسمع الكلام اللي هلولك ده اتكلم على طول ومن نسمي لأنا هزبطتك لو جيت معايا صح الصح ماش يا معلم آآآآآآآآآآآآآآآآآآ صح الصح يعني ها كنت أنا وبكري بنعس بالليل وفجأة البوكس هاجم وفيش الزابي عادي أثر يا شاب له خلاصني خده ماشي ما تتكلم يا معافدة ما هو بيقولي أثر يا معلم أما أنا لو أفهم الفولة فيها إيه كنت أبقى معاك في السليم المعودة وجراش الجراش ونوبارتينج يا معلم من إياد اللي جاب البلوس والصينة واحد بيكرهكم مين ده؟ شرعب عزيز كله أما أنا معاك يا معلم أنا بقولي الإفنيات يعني ما تأخذنيش مين ده رد السجون تكلم؟ ما هو يا معلم بس لو تقولي السبوبة اللي متبلغ عنها أكون معاك في السليم المعودة وجراش الجراش ورسيني بقى يا معلم بقولك روحات للوديزة من أي مكان هو فيه من ورشة أبوه من أي حطة هاتولي وتعالي يا شا معلم بس يا لماذا حج يعني محتاجين الشيين بولبول لأسيبهم للعيال لإن أنا اللي بقولهم يعني وعلى إيه منعولهم إحنا ومنعول أبوهم على اللي جابوهم كمان امشي يا لأ واتبريزة هي واتجل على الله مش تشوه يا لأ لأ رضاك علينا معلم شا معلم بعدين يا شا شابي أبن ليش هنعمل إيه عيبان وحيتكشف قرارها أصبر على الرزق كان ديش أهلاً أهلاً يا عاصر أزيك يا ابني أزيك يا درايب خش يا ابني وأنت غريب دا لبيت بيتك ومال سناء فينا حاجة سناء وفي حد يقدر صح سناء دلوقتي ما عايش يا سناء كنت عايزة في حاجة ضرور كده والنبي صحية لك أه صحيها لك أه لا والله دحكتني أعرف لو دخلت صحية دلوقتي تهب فيا كده زي المتجاز البايز عشان كده باسبها نايمة كنت يا أخويا تقدر أنت عليها خش صحية طب حاجة بعد إيزا تفضل يا أخويا تعيش وتجيب يا ابن كريمة قال يا ما جاب الغراب لهم سناء سناء أصحى سناء يا بيت تصحى إيه عاسم أبوك مات يا بيت المنوف استعدت يتصحي كده ثانيك مبرد فيه إيه الأجازة اللي أنا كنت أخيضة عشان أخلص الموضوع الاتفاقنا عليه ولا عارف أعمل فيها أي حاجة موضوع إيه يا أخوي يا بيت تتصحي فقط الزكرة ولا إيه آه أصح إيه ده يا ساعة كده ساعة داخل على كنين يا خرابي وانت روحت لها ولا لسه ولا روحت ولا تنيلت أنا جلت الجاتو مش عارف أعمل أي حاجة ينايلك اطلع بقى أنا عايزة أخير مفيش وقت نعم مش كميش بس ما تسمينيش كتير بقى عشان هم ما تبعدش لك والهداية حضر يا أخويا يلا يا رب أخلاص مدى كنت أولوبنا في يوم واحد يا عاصم أنا عايزك يا أخويا كده ما بين وقت والتاني تيجي تطل علينا آه إنت برضو حبيبي وزيب ومكانش في ده يا أخويا تكلف خطرك وتجيب جاي أتهم معا الحاجة مش عاربنا من حاجة أبدا لا أهم أهو برضو زيبت ألم يا حاجة طبعا يا اخو يا أمك وأنتَ ابن دنايا وحبيبي قولي بقى عارفتت صحيها ما تكامل لبس جواة زي ما أنا طالع بس يارب أمة اتنامش تاني يا ألالله change خد يا ابني كامل شايك كان في أصل كلمتين كده محشورين في زوني و قولت أقولهم لك صباني حاجة أبوك يعني مكانش يساحن له يتجوز جز نسوانه ويسكنهم فوق بعضيهم والت عارف القلق يعني خليه طلق أمي يا حاجة والله يسلم فمك يلا يا أمي هوونا شوية عندي كلمتين سر هوونا؟ جاك يضربه في لسانك اللي عايز قطعه اتلامي يا بيتة عالصبح اتلميت مش كده بقالك نص ساعة راجع لو دانا الراجع سابطع ويلا حوي وانتي بقى بسم الله ما شاء الله متقيفة وعلى فين خارجة طقي طقي في بيت في الدنيا تقول لهمها طقي يا ناس يا بيت رايحة فين رايحة مشوار سر مع أخويا انت مالك شو رايحة يا سنة انت حتيجي معايا وخلاص وهو ده الجوتر اللي انت لك بتقولي خلصتي جوتو يا أخويا الكريمة بتاعتك بزفرة شوية بس كل اللي يجي منا تحلوا ايش ياكا والحلاوة دي وإلي انت شايلوا في ايتك ده؟ جبتلك اربعة كيلو بسبوسة كل كيلو الواحدة عشان خضة يعني هو عم نطفي هنا؟ ايوة هنا خسارة طب دخل دخل باللي انت جايبه ده يا بابا موسيقى عايزين أنا شابرو عرفاك؟ المجربة بالصوابك، خلص انت لمواغزة متجوزة قصك فيه انت بقى لأهلك لمتجوزة ولا لأ يا جعر الحلة انت بس لأنا لمواغزة متجوز وعاوزة كم النص ديني الله يحيد ناسك ضبري لمك طب روح تسبح وانضف الأول دبل ما تبصبص ايه الباكابورت اللي طفح علينا ده باكابورت بيهي وبقى عيلتك يا رد السجون يا جزمة عارف لو مرحتش من هنا دلوقت والله قطعك بالسكينة دي فيه يا بيت بتدخلي معمين كرسة على حمرة الخارج دول ما بيتجوش غير بالجزمة فيه ايه يا ابني خير اردك يا حجة نبقى واكلين عيش وملح في البيت ده ونتهزع على بابه كده انت اللي هزكت نفسك بمياستك ومرجعتك يا بابه احنا جينا نرسأل على زيزو يا حجة ودي كل الحكاية قول يا ابني عايزيه وخلصنا عايزين نافل بابنا علينا طيب بقولك يا حجة لما يجي زيزو قولي له ان المعلم شرشابي والمعلم أنديل بيدوروا عليه وعايزينه حالاً حاضر حاضر يا ابني خلص سمعنا قطرة ما يدعك يبيت بالراحة طيب والسمعك بيشموا زي الجتط الرز بيشموا كمان هو انت كل حد يجي يخبط علينا تعملي الهللة دي امتي ناسيا ان الفلوس جوا يا مرد خالي ما تصحي اصحي اه صحي مين دي اللي تصحي يا بنت الهبلة اوه ده موقف اعمل حجة من قرد الله فانا هيسعدني وشرفني ونطلب ايه بنتك ونطلب ايه بنتك وهطاف عناي يا عمار الحياة العزي يا ابني طالبي ده بالنسبالي يعني مش مفاجأ طيب الحمد لله بص انا ولوبنا يعني متعودين نتكلم عبعض طيب ونطلب الصراحة في الحاجات الخاصة دي يعني حكيتلي حكيتلي بس ما ينفعش يعني ايه ما ينفعش يا باب بص عب العزيز انا اكبر منكم في السن وشفت وقريت وتعليبت حاجات يرقاوا في الدنيا دي فيه حاجات عب العزيز لازم لأول واحد يشوفها ويتعلم منها وبعدين يفكر حاجات زي ايه عملوط فيه اقولك يعني مثلاً ولادكو هيقولولك ماما بتشغل دكتورة انت بتشتغل ايه صحابكو ومعارفكو وجرانكو لما يكتموا في قعدة ولا مناسبة كل واحد عاعد يتكلم في شغل هو حق ايه وعمل ايه انت ساعة هتحس بالحراج هتحس ان كأن جوه الجرح مش قادة تتنسوا بيدك يا واد ازفو شوية بالراحة افوكو حيتشوكنا ويوحوك يسعل فينا دا هتنسوك والله اقدارك يا بيت انت وعلي سكتة انا حرنه مرتبك على فكرة مش عارف عامي ليه ايه مرتبك دي؟ ما تفردلي نفسك كا وتعملي فيها راجل يلا بينا اللي هي تفلح يا عاصد بشه اللي تختك القرشانة بنت القرشانة دي بس ددقني ايه لو فلحت ولا فلحت الموضوع بتقول حاجة يا حاج بتقول ايه انت كمان انت مالك الله بهب اللي سعب اتجنين انت يا عطي ولا انت عايز اعطى الشفع انت كمان لا يا حاج لا بس انا عم لطفي مش هفضل زي ما انا كده محلك سر انا بدأت هتاجر واكسب وان شاء الله بكرة تيبقى فخور بيا بكرة امي واخواتي واهلي ولوبنا والدنيا دي كلها تشاور علي انا مكتلكش لو انا مسكت قرشي وقرشي محترم كمان اقدر افتح بيت واتجوز واجيب شبكة واعمل احسن فرح ايه بس مش بنتي لان الفرق بينك وبنتي مش فلوسه بس ايه بواصدك التعليم انسان مفجأة بايش شعر لقيني ايه اللي جاب الكهربائي انا عم لطفي حاجة بايزة ولا ايه طيب استعز ان انا عم لطفي احسن برضا اشان انا عم نتكلم خليني مستحمل رزال تجد لما اشوف ايه اخرتها بتقول الكلام ده المين ارحومك بقولولي ايه كل اهلك كل اتشداد لك كمان انت بتعمل كده مع ميني يدي اطلع برا انا اطلع برا انا اطلع يا اه اطلع يا اه انا اطلع عليك اتراح كونه اترح يا افتلية ذهيا صحcame ازتار عززوا بيتخالف في شارع عبدالعزز مع عز CS والناس مالمومين عدوها هيقطعوه خدمي يا انتو اللي بوتك ايها اترح بس عشان باسعة اشتري ستني features لا ثلاثة اشتري ستنيف جاسًا اشتركوا في القناة انتك يا عاصل باشا ايدك يا عاصل اشجان. صعف يا جدعان. اشجان. اشجان. ردي عليا يا اشجان. ما ليش يا اشجان يا اختي ان شاء الله حتمي بالسلامة. زيزو انا ما عايزك تنزل الاستقبال تشوف دراعك دالة يكون تكسر ولا حاجة؟ عاش جانت ضربت بالنربة دالة يا لبنا المفروضة نكون مكانها دلوقتي بعد الشر عليك ما دادل ستفحيش تبص على الدكتور ويشوفك مالك سبولي بحالي بقى سلامتك سلامتك يا ضلحة يا ضلحة شرشاب اعمل حاجة الوضع هديها من انا ما تجنننيش يا كريم ايه نعي روح معنا المستجفى عشان نتطمن عليه يا بنا كويس ومش محتاج مستشفى الله تابني السنكينة سرقان على كل اللي عايزكوا تعملوه تجيبوه الوضع الكعل بداينا وخلص عليه تاب الله يا عاصم نروح مستشفى لأول نتطمن عليه ممكن تسيبوني كلكم وتطلعوا برا يابني يابني بس بروح نعمل شوية اشعات ونعرف انه مفيش غزيف ولا حاجة يا بنا يا سي حاسم باشي هم عايزين يطمن على حضرتك وبعد كده عمل اللي انت عايز تعمله يالله يابني هنا يالله اخوي انزل سناني تاع حاضر يا معل حاضر يا معل حاضر يا معل عشان خاطر امك حبيبتك والنبي تروح المستشفى يا عام والنبي يا شابي ها هازك في المكين دي بعد شايف نشوفية الدماغ يا عمدي جل بطل داو شباو اسمعني قول اهم حاجة ناخد الواد نعدي المستشفى ممكن الواد يطلع عنده كسر يطلع عنده نزيف داخلي اللهم عاملوله محضر في المستشفى هنقول ايه مالكش دعوة ولا ايه حل حل ايه بس الله احنا هنحل ايه ولا ايه الوقت زيزو معاه الطبانجة بتاعتي قاربته الرصاصة في جسمها هتحل ايه ولا ايه هيعمل لنا محضر ويبهدلنا يا سيدي واحدة واحدة الاول المستشفى وبعد كده هنتصرف في الباقي خلاص يالله طب اقنعه بس الاول ننزل معاك حاضر يا ابني استهدى بالله اسمعني تروح المستشفى يا عاصم ما اقول تلقى بقى ما تسيبوني بقى يا عم ما دا فيه ايه اهدى بالله اهدى يا عاصم اهدى بقولك ايه انا مش هينفع اروح المستشفى دي خالص لازم اروح المستشفى طبعا على الشرطة عشان انه يحصل تقريه الحكومة ما هو دا اللي مش عايزينه يحصل عارف ليه مش عايزه اعرف يا ابا الوقت دا ييجي ايه ما اقولتلك الله يا ابني ايه بقى ما اهمكش ايه ايه اللي حصلوا تجيب مين والوقت الكلب ودوشة الدماغ دي الوقت دا الدخلية كلها تتقلب عليه وهيجي من تحت عطيل عرض يا ابني هتقولهم ايه في الدخلية ضربت واحدة بمسدس مش مرخص عشان توقتين افداء يوم تضيع مسابلك عشان كده عايز اوديك مستشفى خصوصي بتاعت واحد صاحبي بدلا ما نخش في محاضر والازم انه ولما اروح بقى بربطه مكسورة ايه اللي هيحصل يا سلام عملت حاسة بالعربية عربية خبطيتك ومعرفتش تاخد نمرتها ايوة يا عاصم ايوة يا حبيبي وبعدين الودة مش هيروح حلوة قريبته اتضربت بالمار دي مش هيروح يعمل في مستشفى حكومة محضر هو كمان واتي ايه بقى واتي ايه الودة هتبقوا معنى اتخلاص يا ابني استهتب الله واسمعني تروح للمستشفى عشان خاطر امك يا ابني استفى اللي بقولك عليه افهمني ضربت واحدة بالنار بمسدس مش مرافق شارع عبدالعزيز كله تفرج عليه البوليس بتصعبه علينا ليه ايه دا بالله يا شرشابي كل حاجة ليه حل حل ايه بس وبتاع ايه دي كانت مدعاكة يا جدعان وتوسكار في كتب الشهاوة ايه دا بقى يا سيزفت انت هو خنا نشوف مصالحنا انها ايه بحكاة بقى وقة السبب عاصمت انا بغضي تلوقتي مناش فاعد منطل الطفي يا سيدي يه دا الدكتورة هي السبب في الله باقول لا listsبب في الله ايا 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 концترك أيا الدكتورة هي السبب في الله هاد ículالوك بالختبرة افتا يا عام اناثن suive التليفنات قالو ايا ايا حاج تماما حاج لا طالع لك حاج على طول سلام يا معالي اء'ي قاللك سوف ايجي معاي ييلا يا حضرات نطلع عشان خاطر تباين عليه وافئ ان يروح المستاج فتخل بالله باطل انت واحنا ناخد بالنا من المعرض يلا يا معرض ايه يا عم الحاج ده محل اكل عيش يلا تعوره اتخلي بالك من المحل ماذا حصل يا ده نعم؟ اجل انت لها ايه؟ ما تخافيش يا عم انت حصل خير؟ خير؟ خير حيجي ابنين بس؟ اخوف بيقول انها اتربت بالنعم؟ ده كلام تقوله يا ابن انت؟ ادرت المستاج باية اللي اتلاها كده هي عمرة العمل ايه ولا بس؟ يلاوي ايه حصلت عمليات كمان؟ اقول له اهلا ايه؟ وابت صوتك يا امه؟ طيب اخدوا خبر مش هيسكوتوا دي بتاخد بدالك هزيش من جلاحي ايه؟ اصطر يا لابو اصطر يا لابو ودي كمان زرق المستشفى اللي تغرهد؟ اصطر يا لابو اصطر يا لابو اصطر يا لابو عليكم اسفين عم دي العزة عبد رحيم؟ ايو ابي انت لاتخلت الحالة دي المستشفى؟ ايو ابي انت حيق لي كده بتطميلت على الحالة وممكن بتيجي معانا من المعمر طيب التقرير التطل وصل بلغونا انه بيكدر ونزلها فضلا ماشي ماشي انا هنزل مع السزاعة تاني اصطر يا حاج هذي الراسك انشاء الله خير اصطر يا حدي واوي تاكل على الله حاج ريحة شات والمحل شاكله ايوالا لا تاينك يا ابا بكم التلفزيون دي يا حاج الله يساعد لي كوامي بعد الفيلم يا ابا بعد الفيلم اينا الفيلم ايه دا قول حسابك داعي حساب مين يا هاد حساب مع المعلم باكره باكره وحياته امه حاسبني بنيك حساب؟ ايو يا عم حسابك كام؟ سبعتاشر جنيه مع المعلم عطية بقولك بسا انا هقولك حاجة واحدة مهما كنت كبير والله اكبر انت شفت الفيلم ده قبل كده جعورة؟ اصلي دي الفيلم انتها شايبوه هافلة اللي شفته زمان فيش نجع عندنا يا بدلاب لا وبعدين معاكو بقى خلصونا بقى يا حضرات جرام عطية انت كل اما تشوفنا تحسسنا ان احنا ولود الويس دا السودة؟ لا يا عم الحاج ولا نحسسك ولا غيره ده محل اكل عيش يا عم عزيني محل اكل عيش ولا قلت لك الدلاب؟ طيب فضلوا بقى عشان خاطر الدنيا تمشي اخواننا يلا بكروا على فينة ياسا؟ بقولك يا عطية يا سعين فضل ياسا فضل فضل النصح مشاوكست اتى كنت بتعمل ايه مبارح في مدان العطبة؟ مداد ايه؟ مداد العطلة أي يع Innovation بعمل ايه؟ في مدان العطبة؟ يعني مش فهم بركب من هناك اشى مروح ده بس لمغزة يعني المغبة بتاع الاوتوبيس بتاعك بعيد عن السنتراني بعيد عن ايه؟ بعيد عن السنتران ده بعيد عن السنتراني ده بعيد عن السنتراني بس كنت نبقى قضي مصلحة اخواننا في ايه؟ ا humpلوا المصلحة دي عطية كده يبقى في السليم المعودجي وجراش الجراش ونوباركينج يا معلم فضل يا معلم اعطيها شوف شغلك ده بتفضلوا يا حضرات والنابي تهوونا اعالي سوية والنابي اعالي ايه عمل حاجة يا شابر وخط بكر والنابي وانت يا عمل حاجة ما تقول خيانا شوف اكل عيشنا ما سيدي احضر الفيلم يا عال خلاص خلاص يلا يا بكرو عم فضل يا يا عم الروح على قاوت ناس يضرب حاجرين شيشة ونفهم الدنيا عايزة منينا ايه وحاجات كده يعني حاجات فو كده يا عم ايه بقولك هذا بكر اه اه اهرش معايا كده بتعرفش مين اللي بلغ عن مغزل مع المعلم عن دين يا ابو عارف طبعا ايه ده عارف يا عم انت فاكر ده عبيت ولا ايه انت بفاجأني هاد قول لي هاد مين بس لو تعرف انت تقول لي هما بيعاملوا ايه من البيد هقولك هذا مين بلغ على البيد بالراحة علي يا عمينا الليلة تاعت مكوة البخار دي كان بتلعب في خمستاشر الف اللي بدل الاوضاع يا سيدي يا سيدي لو كبيرة عليك سيبني رمعلك على حاجة على القد وبعدين اقولك والله من ناحية كبيرة يا كبيرة يعني خمسة وسبعين الف مش معادي ووقت يا سيدي ما تشوف شريكك يشيل معاك ما انا بتكلم علي انا وشريكي اقولك حاجة تدينا التلت لما ربك يرزق ونبيحك وحيات ولادي واولادك تخسرني لو قطعطاها ما فلوسك دي فلوسك دي فشغل الاستثمار ولا فشغل النيلة الاستراد ولا لها لازمة مجرد ملاليم دبر نفسك اخويا دبر نفسك صعبان علي تروح لحد غيرك ما تبقاش من نصيبك ارشاها حلوة كويس سريع قولت ايه؟ ما انا مش قادر اقولك حصبر علي لحد ما دبر نفسك مفيش انا عارف البرو غطاء يبقى خلاص بقى نتقابل في حاجة كده فوق يكون فلوسها قريبة من دي شويتين حصبر بس كده لحد ما دورها في دماغي اسمي انت فضل لك كم يوم تستلم هستلمها كمان اربع خمس ايام وانت عارف السوق ما ينفعش ان انا ادفع فلوس عشان تخزين وتشوين وتحميل وفي الاخر هبايعها مقطاعها ولا قطاعها بصي انا اقولك على حاجة اي حاجة هصرفها هتبقى زيادة في التكلفة انت نفسك انت نفسك مش هترضى تاخدها مني لما اغليها عليك عشان اغطي نفسي ماشي عميل على اقولك نخليها بقى في حاجة قريبة عن كده على خيرت الله بس زي ما احنا دايما متفقيم مع بعض ولا كلمة ولا كأن اسمها تحاجة تمام واخد بالك السلام عليك محمينا ألف السلام عليك يالله تبقى بوقك وتغسم لغيرك كيف تجي عليك يا بنت ربنا يقوم بالسلامة يا رب كلها ساعة وتفوت شاء الله اسبوع مبوقك رمينا اسم اخواله هوك سنة و لما اسمك طلبوك عشان يضم اخوالك للمحاق انا مطرر انزل بقى شاين فارغ عشان متأخرت ايام عامل ايدي الهاتي زي مهي ايام اي اصطر يا رب السلام عليكم السلام عليكم مش بردو قدت بنت عمت زيزو ايو اخو اه هي فائت ونا لسه لسه يا اخو سنبلي لا شاين مكنش ليالي زولوا الهداياتي لا مطلش كده ده اقلوا ابي بالواحد يعملوا اه 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 اما الفين زيزو بياخدوا اخوان وطاحت طب ما تيبي توصلني ده ايه تفضل طب ايام ايام اوار سمعت ايزاك فلوس دي بتاعنا ايدي بطنش بس كده عيم ده اه اه على الحاون يعني ده ازيزو ده اذيبني بالظبط سلام عليكم أهلاً بسيد المعلمة إذن محلال لسا كنت نزيل لك ولك إيه عايزين نلقي حتا كده نتكلم كلمتين مع بعض وأنا مش هتحرك مهنك لما البتت فوق يا عم ربنا فوقنا كلنا أعزك في كلمتين وهمشيت بسرعة يلا بس تعال ماشي نشوف أخرتها خليك إنت جنبهم يا وليد ماشي بس عارف طلعت يا دكر وعصبك ناشف وطحنته اخر طحن لقيت اكتر من رايحات يا هنديل هنديل؟ ايه هنديل دي؟ بلعب معك في الحرق؟ اسم عام هنديل؟ ده انا قد ابوك يا ابن يا ابوك كان راجل شريف ووكيلها بشقه لكن انت وصاحبك بقى ماشي ماشي حاستحملك للاخر كمي اصدك ان مكسور العين مقدامهش هرتولة البال مين اللي مكسوره العين؟ انت في كين جاي ترجعك الليه؟ اه اه جاي تترجعني محضر الكتب خلاص وقلت في كل حاجة شايف ده؟ هسلمه للنيابة عليه بصمات المحروس وابوه؟ خلينا بقى ماشيين في المشوار لحد اخره لحد ما الباشة بعوني الليه يترفد لاب اللي يجيب لك حقك من غير قضايا ولا محاضر عمزيز تعمل ايه؟ اللي يجيب حق وحق بنت عميتي المحكمة يا هنديل روح بقى اقول صاحبك ان خلاص بطلت طاطي والم المتكسر ومن هنا ورايح ههم براس الفوق لفوق قوي خصبا عنك وعنه وعن الدنيا دي كلها يا ابني الناس اعلم ما هودي واللي عزي ما انت عميتك حيجيلها الغات عندها ما انا قلتلك والغلبانة دمها بينزل على الاسفلت ليه يا عشر تلاف جنيه بقيت حساب شغلي ولسه لا بشي قولك اللي كنت انا وتخربه ايدك وروح تبلغت عننا او انت كده بقى انا قلت سوق الهابل ع الشيطان انت اللي ساق الشيطان عصيها عزيزو روحت المخزن وخربته لميت العدة والكرتات وروح تبلغت عننا انا وشر شابي عشان تبقى يلينا ان انت اقوى مننا مش دي اخلاق يا هنديل بس اللي زيك دي ما هو ما تجيبش احسن من كده محدش في الشارع كله يعرف حاجات الكارتات والغسلات اللي انت يا ابني ما تلوحنيش مال انا مبقى لوعكش انا وانت والشر شابي وعطية وشافع وجعور وكل رجالتكم عارفين في الاول قلتلي ما انتش عايش الشابي يعرف وطلع شريكك ماشي ده مش موضوعنا انت قلتو خلاص الواد قرب يخلص المصلحة نفرمو كارت ونحرقو عالترابيزة زي ابو لكن ورحمة ابوها ما هيحصل وهتشوف حق اخدو عشر تلاف جنيه والخمستاشر بتاع ابوية لا دي بقى مش فهمة ايه الخمستاشر الف بقى بتاعبوك دول البضاعة اللي تسارقت واصل الامانة وبكر وشابره اه دي بقى قضية تانية ومضمونة وعند الدليل بس قوانها لسه مجاش لكن موت ابويا بحصرته ودم بنت عميتي اليوم حساب تاني عنديل يا ابني انت ماشي في سكة في ناس قبلك جربوها سكة اللي يروح ميرجعش مو مالو خلينا نجرب سكة اللي ميرجعش على ايدك يا انديل انديل لا فييس يا ده اوي ذاك القرف بتقفلكم تشينا يا زيزو ماشي ماشي اوي وحيات امي للبخك حمد الله عالسلامة يا دكتورة اتفضلي صدعيني انت و هي بس بسرعة عشان مش فضيالكم لهو انت لسه متهدتيش بعد الفضايح اللي شافها شارق عبدالعزيز كله انت ايخ روح تتكلم عن الفضايح يا سبالة انت فاهمه ولا لا ايه ده ايه ده ايه ده براح على نفسك شوية مش كيفها المصيبة اللي عملها اخوك وهارف زي الاندال والحاجة دلوقتي احنا مش عايزين نقذيه اللي عايز اتعملي اعملي روحي بقى ابلاغي ارفعي قضية اخذي اختك الزبالة دي ونزلي بضحية في الشارع لكن تيجي هنا وتفتحي بقى الكلاة امزي فاهمه يا جماعة كفاياك وفضائي احتعبتونا طب والله العظيمة هزيزه ولا زي ما اخرج بيته بره زي ما دفعني وهي اعملي اللي اتا عمليه ماشي يلا يا بابا يلا دونا الزبالة عجبك كده يا وش المعصائب بتلنا كلام والتهزين هقول ايه منك لله يا بنتي فاهميني سبب الخناق اللي بره دي ايه عادي يا بابا ما اهمكش اصلا دول نص تخاف ما تحتجيش لو جوم تاني بقى احزاها ومقفر الباب طب استاني فاهميني كنت بتعمل ايه في المستشفى حصل ايه بس انا هايز قولك ان انا خلاص جبت اقراء ايه اللي انت بتقول ايه ده يا بيت انا رحت المكتب اللي جابله التأشير واجبت تليفون وعلوان الشركة اللي بيشتغل فيها بره بس وديني ملا سايباه يا اما بقى هيعمل اللي في دماغي يا هينزل مصر هنا افاي امر عيش وهسجنه هنا كمان يا بنتي مش بتقول انك حامل يا احسن انا مش حامل انا كنت بس بقولهم كده عشان اخوفهم بس بيني وبينك لو حاكمت ان شاء الله حتى اجيب لهم عيل بعد تسع شهور ابن حرام واقولهم ده ابنكو كمان واحنا بقى نعود نستانى ان ابوك تسع شهور في الفضايح اللي انش عاملهindi بتaide بالأطف بس الحمد لله يعني فأت من البينكو لا لسه بس الدكاترة تمانونا عليها المشكلة بقى في المحضر الي اتعمل وكان لازم اقول فيه كل انا شفته ييوه ليه بس كده يا لبنة عامل ليه بس يعني يا بابا ما الراجل سألني وكان لازم ارد عليه اي نعم يعني كل اللي قلته ضد عاصم وبوه بس بصراحة بقى يستهلوا عشان حاسين ان اروح الناس ملهاش ايه وبعدين يا لبنة وبعدين في ايه في العيش اللي احنا عاشين اهنا في عبد العزيز والبيت اللي انا ورسته من ابوه اللي ارحمه وقاشت في طول عمري بشرفي وكرمتي بيتحس بالغربة في البيت والشارع الناس بتبصيلك اني عامل عاملة ولازم اتدرى منها معلش يا بابا مكتوب مكتوب يطلع لك ابن زي صالح مستهدر وواطف كل التصرفات حتى ما فكرش يتسل بيك يقولك شكرا على تذكرة السفر والتأشير اللي انت عملته هون انا لا عايز يشكرني على حاجة خالص انا عايز يجي يشوف حل اللي بنتي دي عشان نلحق نلمي الفضيحة انا عارفة هي بتفكر في ايه بتعمل ايه؟ بتفكر تعرف في المكان شغله وتكلمه هناك وتقزيه يعني تفضل تزن عليه لحد ما يجي لها بصراحة بقى يعني يريد تعمل كده عشان بقى يلمي نفسه ويشوف حل في اللي هو عمله ده حتى لو كان بريق زي ما بيقولي يا ابنة حتى لو كان بريق والبنتي دي غلطت وعمت الحكاية دي مع حد غيره ليه هو هيجي يدخل بصراحة بقى يعني هو يستاهل عشان هو مستهدر ويسافل وواطي اساساً مش قصدي والله طب ايه دي ايه دي بس تعلي بقى نشوف لينا اللقمنة وكل حسنا نحس ان السكر عندي واطي و وجسم كله بترعش سمحني كل اللي حصل النهاردة ده محتاجين نفكر فيه تاني بهدو وانت كمان سامحين انت وعمل العزيزة يعني على الطريق اللي كلمتوك بيه لك الرأي نفس وقه لسه زي ما هو صحيح يا بنتي انا زي اي اب بدور على بصاح ببنتي لو لكي رأي تاني نتنقش مبقاش فيها تفكير الشكل جزيزو هو بيتخانق معاصمة النهاردة يا بابا حاسيت انه بقى واحد تاني خالص أنا معرفوش أنا السبب طريقتي معافي الكلام عصابته عشان كده أما شاف عاصم قدام منه بيتعنطز عليه ومقدرش يمسك عصابه وقولك إيه وتقومي بقى ندور على أي حاجة أنا كلها وبعدين يحكيلي حصل إيه في المستشفى هيلو ألف ألف سلام عليك يا حبيب انت الشغل يكرموك يا راب هديني سمعت كلامك أهو في الواحة المستشفى وإن عليك فين بقى انت ورجالتك اللي ماليني الشارع دول مش هتجيبولي الوقت ده ولا إيه بس بقى يا أخي هجيبهول وهيضرب على أطماءك بس المهم أن احنا بالوقتي اتطمين عليك أشعع وكل تمام يا ستب يا رب على الفترة يا رب بقى بعد ما ضربتهم بالنور بتقولي أني لسه ليك حق القتم يا بيت توزيني عند أمك يلا ايه يا أمني النور بس يا بيت سيب يا أبا سألني حد ورعك يا تخفى في دهيا دهيا دهيا؟ تصديني أخذ خدمة الغزة علقة بقى يا بيت تسيب أخوك برمي وتنطف عربة الإصعاف معهم الحق عليا مش هروح هشوف إيه اللي بيحصل ورجع يقولكو عشان تخلي بالكم ونوعدكم السعودة دي انت ما يجيش أخبار غزة يا وشك تعال يا حسيني طب أروح يسألوك بقى يا أخي هتطلعوا الزمن ونوعد على السعودة اللي انت وققت فيها دي سيب أخبار بقى فوق أنا أجيب طبامي وأتوخك أنت والولية دي وامك كمان يالا الكريم وصليه وصليه عشان تسيب ها قل ها روحت له هاي يا سيدي زي ما ورحت زي ما جيت يعني الوقت كتب محضر بيتهمك أنت وابنك أن انت كنت عايزين تقتلوه وأن الطلقة اللي خرجت من المسدس هو اللي كان مقصود بيها مش حد تاني ملهاش حل بقى غير إنا احنا نخرس لسنة كل الناس اللي شافت العركة دي يا عم انت بتتكلم أي كلام مش تتكلم بالعقش يعني إيه يعني اسيب ابني يروح مني اعمل إيه اسيبه يضيع مني طب ما عرضتش عليه فلوس سبت الأم باكو واتكلمت معه هو دماغه ألف سيف إنه هو مش هيتناسب ده انت كمان متعرفش عمل إيه جايب المسدس وحطه في كيس وبقوله هروح هاديه النيابة يبقى احنا نازم ناخلص مني هقولك على حاجة جو الواد هو اللي هيخلص لك الموضوع عايز خمستاشر ألف باكو خمستاشر ألف باكو واضمن منين إنه مايرجعش تاني لعابة طب ما احنا ممكن نشوف حد ياخد هو القمستاشر ألف باكو والموضوع يتدفع تفتكر أن ديه المين اللي ممكن يعمل كده أولا كان مين مين زدان الدوري يا نهاري سبت؟ يعني البنت ديه ده رابت بالنهار؟ لا يا باشد كانت خناءة كده في الشارع يعني وملي احنا جاينا لحظك ليه بقى المجنة عليها ديه ظروفها ايه بقى ده ساعتك أعنها بانتناس؟ دول غلاب قوي يا باشد دي قريبتي الوادي اللي انت طلعته من الاسبتك المهار وابنك تحول عن نيابة ولا لسا؟ لا يا باشد نيابة ايه؟ لو نيابة هنراح فيها نوعين في عرض حضرتك عشان كده انتو مش بتقولوا ان هي قريبة الوادي لغافير عندك ده يا نديل؟ ايه؟ ما تردود خليه يتنازل يا باشد يا ريت واحنا كنا جينا حاولنا معا يا بيو مش راضي ما خبيش عليكم لو الوادي ده متنزلش على المحضر هنخش المتاهات مالهاش اي لازمة خالص يتنازل يا باشد بس حد يكلمه انا يا سيدي هكلمه هو فين دلوقتي؟ واحد جنبها في المستشفى طيب الاول نكلم المستشفى عشان اخر المحضر ميروحش النيابة غاية لما اشوف الوادي ده واتكلم معاه ولو عايزين تنجزوا صحيح حد فيكم يروح يخطفوا ويجيبوا اتكلم معاه بلما بشي والله يا باشا انا مستعد دروح اجيبوا باشا يلا يا عب خلقتيني بقى ده سابق حضر حافتوا واللعوة انا سايبك بالسوكات كده بانت لبتها معا لبا بس انا مش عارف اعمل بيها ايه بانت لبتها يبقى تاكولها على طول اصلا يا بانت لبتها بس مش ليه لا يبقى اقوله ااكولها الغاتبا جينا يا جد عزبور بقى وخليه نقفش دماغها عشان اقولك طب هوا يا عم اقولي يا عم ايه قا اسنى ايه استنى ايه 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 قا اسكت احنا قادين فيا ايه قاطيع كان في السنترال اللي عيب ايه بيعمل ايه سنترال بيتصل بايه لبا بتصل بالتلافون حلو اوي تهبنتصل بمين Original هيكون بتصل بمين يعني اللي بالتلافون حلو اوي التليفون التاني ده بتاع مين يا عموarnya انت تتمتتوا ولا اياه spicة الكل هى بتاع الحكومة اموت في دمائك اللي بتنطق عفن ما حصل ليه ولا مش حصل زي نحن يعني لأنك راضع زبالة اسمع قطية هو اللي بلغ الحكومة عن قنديل وزيزو يا معلم عن قنديل وزيزو يا معلم مش وقته بلغ عنهم ليه عشان يتمسكوا هلو قوي يتمسكوا بايه دي بقى نسأل فيها افتيح اموت في دماعك والشجرة اللي طالع منها ديت يا عبد ايه الكلام العجيب ده طب ولvär�리 عطية هو الي بلج عن عبد الناس والشرشابي ويبالل جة بوكي مرروقي عن الي بلج واللي خفّف طب ايه رأيك يا بقي من الموينة الشرشابي ونقول له ان عطية هو الي بلج اى لا يا معلم طب ايه رأيك بقى الروح لعبد الناس ربطت يكون الشرشابи هو الي بعت عطية يا بلج كده كتير عليا انت وصلت الاختراع اللي بالكهربا يا معلم طب انا اخترعتها بتعرفش انت هتحبلها وتعمليني لكوبات شعب الأبن كده انت بدأت تتخبص وتخنقني وهروشك حاسب الوقت نصر وحصاني ولا يا دصر ايه يا عم ايه جالك يوم ايه هحاسبك وحيات أمة حسابنا كام حسابنا تلاتة جنيه ماشي طبعاك فاكت بريزة فاكت بريزة ايه يا عم دي معزة عيمة ومعزة نايل ما انا ما عايش غمسة جدي خمسة جدي؟ اه خلي التيت جدي عشارك الله بارك لك انا بارك لك الله يا الله ومتدو كلها الغير لا يبا هرابو حدا مع ماليت وانا حباك ماليت انا اتباك ماليس دي ليش انا هنعمل هنا قد كرسي ده مكاني كا حد السبع طيبة اللي تشوفه يانا يا وليد انتم رواحين تخدوا تاكس ويفلوا باب عليكم من جواك وليس وانت يا وليد مفيش مزاكرة بره مالي تلعش خلي بولك انت عالي نفسك بيقولك يا زيزو مش واكد بورده مبلر اهلاء في البلد انا قلبي واكيني وخايفة يحصل لها حاجة كده ولا كده لا اهلاء يا اوه هيبولنا بقى وبيبين سلاح وعملوا وطار والموضوع هيبول الموضوع كبير كده ولا كده يا ابني ربنا يتيب العواق بسنيني مالي اهلاء خلي بالاكم هنا ماشي جاي انا متأكد انك سمعاني عشان انا بتكلم من قلبي بتبقى جانب واحد زيكم ما يحسش بيها يبقى احمار وغبي وقلبه ميت سامحيني انت متستهلش كل اللي حصلك ده وان السبب حمد الله على السلامة ان شاء الله تسلم يا زيدي الناس ان شاء الله دكتور قال مفيش اكل ولا شرب اللي بعد ساعتين اللي سامحك يا بطل عزيز بتحب على يدي عشان عارف اني مش عارف اش ادها منك بتحب على يدك وعلى راسك وعلى رجلك كمان ربنا يا عزك يا سيد الناس هتحملني زنب وعر كوي الزنب زنب يا عشيجان مش كل اللي حصلك ده كان من تحت راسي وانا السبب فيه حصليه بس كانوا عايزين نضربوني بالنور وانتي وقفت قدام وفديتيني فداك الف اش جاء عندنا في البلد لما بنلاقيش اللي بنجزجزوه بنجرجش والطل جدي الظهر ان البنج ده عملك دماغ علي قاول كلي والعروسة اللي كنت رايح لها هي سبب العركة دي العروسة دي مش نصيب يا اش جاء بتعرف الغيب يا والله العزيم من نصيبك يا عبد العزيز بس اللي يصبرين اش جاء مالك يا اش جاء مالك مالك كده يا زيزو ابقى جردكم معرف من بره كده ما تقولش المريم اي خرباتي حد يخش على الناس كده هجمي طب اعمال لبقى كده هوت يا فتاة وابقى كون حد دارس وشوف مين عايزك بره ما تخلص يا هتعمالي فئة ساوسة مبادر مين يعني مستنى بره لا ما اقصد بس كده عشان معانا حريب يا ابو انا غريب يعني اول ايه يا ابو اقولك ما اخليك معاه هنا معانا حريب بقوله طب بقولك ايه عايزك مش رب مهم اول لا انا مش هتحرك من هنا ايه زدان بالدور يا عايزك في موضوع مهم جدا وهراجعك تاني من العربية يلا مين امال يعني ايه زدان بالدور هيعطني انا هنصها وراجع ها روح روح ما تتأخرش ان قاعدة مع سعتين لا انتي بالنسبة لك تروحي النهاردة هجازة ما تتأخرش عليها يا زيزو حرس اكرب ناسية الناس وليلي اشجان في ايه ليه هنا قدرت توديده في ايه ها لا ابدا كان بيطلب مني انتشواز حابلتي يا اشجين لا 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 يا شنشابي ده اهمال واستخفاف بارواح الناس لو سمحت ما تطعنيش ما هو مفيش اي سبب في الدنيا يخليك لانت ولا ابنك ترتكبه جريمة بشعة في حق الناس الابرياء بالشكل ده طصبا بالله لو ابنك ده ابن رئيس الوزراء شخصيا لحاسيمه اللغات لما ربيه وعلمه الهدب وانت فهمني طبعا يا شنشابي ولا كلمة مش عايز اسمع كلمة لو سمحت خود الحاجة هنديل واستنوني برا تخيط لما ابن لو اده وشوف طلباته ايه اتفضع له خليه يدخل يا بني تعال يا زيزو تعال بسعفول يا باشا بسعنكوه معك سجير اتفضع يا باشا دي ايه دي ايه سجار الغلابة بقى رضيفة بط بص يا زيزو انت عارف ان انا ايه نظرة في الرجالة انا معجب بيك من يوم ما شوفتك في الاسم انت راجل عينيك كلها مفهومية وزكاية وانا بصراحة مستخسرك في الناس الغم دول ربنا عزك يا باشا ما انا قررت فوق للنفس بقى واطلع من الغم او كده انت عارفوا ما جاين هنا ليه؟ عايزيني اضغط عليك عشان تتنازل على المهدك وبنهم الهايف ده يطلع من نهر بس انا مهتم اكسب رجالة يا زيزو وانت شكلك راجل ربنا باركلك يا فندي فان قنديل قالي انك عايزني خلص يا زيزو انا محتاج حد في ظهري محتاج حد يخلصني كل الحاجات اللي انا بعرفش عمالها خلص مش عايزين نفضل حاجات اكبر من كده بكتير مفيش قدام اكبر من حقي والدم بالدم بني وبينك الواد ابن الشاب ده استاهل بس انا اسمحت ان انت لوات وعلق تموت ولسه مش هرتحغل لما يترفت بأمر الله بني وبينك استاهل انت عارفش ان شاب يدفع كاما عشان يدخلوا الكلية دي؟ ما يدفع اللي يدفعوا احسن خليهوا بقى يتحصر جنب ابنه عشان يبقى فرح جنب تهوه طب ما تاخد هدي اللي دفع وتتنازع المحضر ما انا عارف ان انا جاي هنا تنازلي انت حاوشت كامل غاية دلوقتي يا زيزو انا هدخلك معايا شغل على بابا الله يا باشا بس دم انا ما بنبقوش يا ابني انا مشتريش دم حد انا بشتري للجالة وعندي ليك صفقة هتنهلك من واحد شغيل لحد صاحب بصطعها حلوى خد كلامي ثقة للاخر ماشي اتطمن على بنت عميتي الاولى وشوف موضوع الشغل ده مئة ألف يا زيزو تعال اسلحلك المصلحة لفيدي دي والمكسب بالنص الله يصلح حالك هجيب من امية ألف يا باشا من الشرشابي طبعا قول اه وانا هخليه روح البيت يجيبهم فورا بس الاول من روح المستشفى نطمر على قريبتك قلت هي يا زيزو الصفقة مستعجلة ومش خسارة فيك لازم تقرر عشان انا وراي اجتماع ولازم اروح فورا قلت لا اله الا الله وبعدين يلوبنا لا مش كنا قفلنا الموضوع ده وخلصنا خلاص ايه الجديد اللي حصل من فضلك يا دكتور اعتبرني زي بنتك وقدر مشاعري انا الطالب اعتقدوا يتكلموا علي ويعني حفظ التحيق بالشكل المفاجئ ده خلهم يفتكروا ان انا فعلا عملت كده وان انا جيت لحضرتك واعترفت بالجريمة اللي انا عملتها وان حضرتك حفظت التحقيق يا بنت فهميني ولو قلتلك ان دي سمعة الكلية وان الموضوع ده لو تصعد هناك لإدارة الجامعة مش بس هيشين اللي عملها ويتخذوا اجراء راضع ضده لا ده كمان هيضمر سمعة الكلية وطلبها يبقى برضو لسه مصممة نفتح الموضوع ده تاني يا دكتور انا اللي همني دلوقتي سمعتي اللي هي جزء صغير برضو من سمعة الكلية ولو عرفنا مين اللي عمل كده اكيد هنحمي سمعة الكلية وحندمن ان هو مستحيل يعمل كده مرة تاني وتحب طبعا بعد ما نعرفه ان احنا نفضحه ونقدمه للطلبة على انه حرامي وبالتالي ندمر سمعت ومستقبله ده كلام انا عرضت على حضرتك الموقف والحرج اللي انا فيه وسه زميلي انا لسه في سنة تانية يا دكتور وحاجة زي دي لو فضلت في ملفي ممكن ده اثر على تقديري وبصراحة يعني العمل كده انا معرفش حضرتك ممكن تاخد ضده اي اجراء بس يعني يا دكتور انا بقيت اخفك الكلية طب اهدي يا لبنى وقليلي الاول انتوا وانتوا في المعمل كنتوا لفسين جلافز لا يا دكتور دي كانت محاضرها ريفيجين يعني قبل العمل كده يبقى انا بوعدك ان اجيبلك حقك النهاردة واليوم ده يومك يا انيسة لبنى يا رد الوقتي بات اسبعيني على المحاضرة وانا احصلك برسي يا دكتور اتفضل يا عبدالعزيز عم عبدالعزيز يعني يا اخوي يا كبتي نايم زي الكتيل صباح الخير ازي الحين اسلمي اختي جاتي في وقتك عدا ما عاد الدو لا قبل الدوش عدا من دراعي واخصة عزيزي رحو لحماد من نصف حاضر انا اخدو معين كوين كنت تعالى ما انت تجنبى ع السرير لا انا مسحين خلاص رايحين فيين عشان قوللك رايحين وطيين طوالي وخلاص بكتبتهم يا رايحين فاونة فوت يا بيت الناس نصف مش هيب برطك اي 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 اه اهه اه 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 يا جدا عايب تقولي الكلام ده حد الله يا جدا عادي وشي ناس تسرق يا جدا عادي لمتلك الورد اللي في الجناح الاستثماري ناقل اللي يعجبك انت يا اخولي ما كد نفسك مستهد ايه اللي شايف ده والله يا كان دفسا خص عليك بسندقين بيرة بس اليد قصيرة يا دي الجميات يا عب ما تبعش عبيد كده يا دي انا شايف الممرضة هاضه منك فلوس اطلع بالفلوس يا ريك شاورو ما تفدش ايدك ههواره يا دي اطلع يا اطلع يا ريك ايه بايت اوهو ايه انت اعمله الامر هنا طب انا عبزيزو هاطلع عجد عبندو اهوه خد ما تحسيرش علاجك ده فوعب طب مش عايز منك حاجة علمنا حاجتك وتوكل على الله يا عم طفا ايه من التزعلان بالدين الايه ده احنا بردناس نقبص عليك عند قدينه الشرشار تقبص عليها يا ريكو امك انا عامل عاملة ولا ايه عرفنا مين اللي بلغ عنك يا معلم بلغ عني في ايه طب اغزي انديل قولينا الحلوة قديمة شافعي بيبقى ناخد الحلوة يا معلم قصر يا اخويا وعدم الاخر مش نقصات حنا كنا نوينه قولي انديل بس قولنا انت اولا ما تروح تقوله وتطلع من نفوخي عطيئ اللي بيشتغل عند الشرشابي كان بيتسللتها في السنترال ولما سألناه وشه جاب جاز وعدت بتبقدها ويه مصلحة الشرشابي بدا كله ايوه هي ايه مصلحته يا معلم مالكش دعوة حل يا خاولي من حاجتك دي وتأكل عالله يا جرع انت بتعملنا كده ليه بس عايزين نعرف قصة الغسلات والكارتات والحاجات دي يعني وانت مال امك بالغسلات والكارتات والحاجات اللي كده يعني بالتقص واخرتها يا شابي واخرتها زاولتك حبائب وانتشغلتها بعاد في المزرعة ونبقى صدايعية الوار الشهاد تبقى سببت المخدرات راحت يا برينس راحت يا عبد والله ارحبها واحدة دي وعدك الدحدة دي سعاهد والعاشرة دول وعليهم خمش سعيبوا خمستاشر يا له للحرام احلف ماشي انا موازم بس اللي هيفكر يخون يبقى بيلعب معي لعبة الموت هد لا مفتاح الوارش تستنوني هناك بعد ما تفتاح والفلوس دي تدفع 35 جنيه جار والباقي شبرقوا بنفسك بقولك يا معلم انت حب نختف لقعتيا نقتلوا نتعرروا براحتك لا يا اخوة الطيبة احسن توكلوا انتوا على الله على الله انتوا يسعى على فكرة مفيش امتحان هيخلق من سؤال من اللي قلناهما النهاردة وانتوا بقى لو مش فاهمين ياريت ترجعوا للمعيد ان انا بعد كده مش فضلك ودلوقتي ياريت الانسة نوبنا لطفي تتفضل هنا جنبي لو سمحت انا نديت على زملتكم عشان عايز اكد حاجة ليكم زملتكم لبنى اتهمت بتهريب بعض المواد المخدرة من المعمل ويفتكر موظمكم عارف الحكاية ده لكن التحقيقات برقتها وعن يقين وانا استأذنتها ان احنا نقفق الملف ده نهائي وما نفتحوش تاني لكن في الحقيقة يا جاتني النهاردة وترجيتني ان افتح الملف ده من تاني ظهر ان في حد منكم اساءل ايها واهنها فانا بسالكم دلوقتي ايه رأيكم اللي موافق منكم ان احنا نفتح القضية ده من تاني عشان نوصل للفاعل الحقيقي ليه تفعل كده طيب عموما انابيب المعمل اللي حضراتكم استعملتوها موجودة واكيد عليها بصمات اللي عمل اللي عملة الدنيئة ديت وكمان ابحسكم اللي سلمتها لي من اسبوعين موجودة عندي ومحطوطة في ملفات بلاستيك يعني عليها بصماتكم كلكم انا هدي فرصة اخيرة وانتظر ساعتين في مكتبي اللي عمل عملته الدنيئة ديت يجيلي ويعتزر بعد ما يعترف في الحالة دي بقى بوعدكم ان انا هعفو عنه وهنقفل الملف لانهاني مجاش بقى يبقى انا مضطر اصاعد الموضوع للنيابة العامة النيابة العامة بقى تشوف شغلها يعني ترفع البصمات من على انابيب المعمل وكمان من على ملفات الابحاس وابسط نتيجة هتوصلها النيابة بعد كده ان هي هتقدم لنا الجاني اعيز اقول لكم ان لبنا لطفي زملتكم بريئة وان للأسف اللي حاول يدسلها المواد ديت ويتاهمها كان سازق جدا لانه للأسف ما يعرفش ان المواد دي غير متدولة في المعمل ومتاحة لأي حد لذلك احنا نفسنا كأسفزة بنصرف المواد ديت بمحاضر عشان نستخدمها في ابحاسنا وختاما بطلب منكم يريد تحيوا معايا زملتكم المحترمة الانسة لبنا لطفي واشوفكم الاسبوع اللي جاي اعملت بنصيحتك هوا راحت الوكيلي الكلية وديك سمعت كلامه انا بقى مش هروعوا فعل باب عشان اعرف مين رايحي يا تلف بس انا متأكدة ان انتي هتعرفي هتقولي للدفعة كلها بس كده امرو موسيقى اهل انا بنمو زكا ايان يا حبيبي السلام يا حبيبي زيزو الله سلامك يا أهل ارتعبتنا في سكو بس انتو ايه الأخبار الخيرة الحمد لله الحمد لله تمام يا أهل أملك الحمد زيزو لو أعيس حاجة أقول لنا ربنا خليك يا أهل يا عم أمور يا عم بقى ما تتكسافش خلاص بقى يا يا جادع انت أخونا بلاش كده يا عم خيرك سابق يا صورة أقولك ما تيجي نختفق كده ننزل نقعد على الأهل وناخد لنا خمسين تشايف النعناع ونتكلم كلمتين لا يا عم أنا مش هتحرك من هناك لما اتطمن عليها وتقوم بالسلام يا عم الحاجة جاية ورايها يا ولي ما تقلعش أم جاية ها السلام عليكم وزيزو عليكم السلام يا عم إسماعيل خير المعلم بتاعت بقيتلي في مصيبة تانية يا عم ربنا ما يجيبش مصايب المعلم عاوزك تقابله دلوقت حالا في مكتب زدان الدور طبعا عندي مشوار زوائر كده ما بحصله هناك وراي على طول ما تتأخرش دي قال لي ما تسيبهوش وقته على إيدك ماشي ماشي يا إسماعيل يلا بينا تصدق قريبتك دي بمية الراجل اللي عملته ده أحرجنا كلنا اللي اتعرض نفسها للموت عشان أنا هي الشقياتي بقى بتركبني جميل وجميلة عمري ما هنساه بس انت طلق ليك في اللابة شهور عم زيزو وبتصد جامل تادينا بنبوحر يا عميات بس الخنات دي كان أصلها إيه الشارع كله بيقول إن انتو تخنات عشان الدكتورة بنت الحج لطف لا الدكتورة ولوبنا زيل فل ما حدش قدر يجيب سراتها برشي الواضع عاصم ده قلب وسود من صغره كان لازم يترابه إلا من الحق أغمار المصالح يا عمار المصالح بتتصالح عم زيزو طب أنا رايح لحلونه دي بصور يا جارة هو ده حميقوله الأسرار لا 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 أخده راح يا عمد انت مش غريب خلاص يا عم خلاص يا عم بسم الله درا يا عموانوة تحرك يا عجب كده احنا بنسرق هندوق عد عليا يقوله مصلحة كبرت قوي بيبقى أكتر من فلوسنا بالتير مصلحة مكون محر اه بقت بخمسة سبعين ألف منين الصلاة عالنبي يولعد هات بقى حتة سوخنة كده عشان نوضف الهد حيلت علينا قسمة هناخد التلت مسلا ينفعش طيب بقولك ايه انا اخدها كلها اه شكلك مستني مصلحة حلوة ومخب عليك اموان الراجل قدامه اربع خمسة ايام ويستنوا بتعرف فلوس اللي معاق لو انت جايز دبر نفسك كده عشان ولغين عشان نلحقه قال ليه على الله ايش عم برسلت الشي عشان قتر وراني شوه اللي اسماعين جالك عشانه بتسيبك بقى من قنديل وسيكك والشرشابي الناس دي تعبيين السوق بعمل لهم الف حساب شوف يا صاحبي ساعات عشان تبطيق قرسل التعبان لازم تخشله بجحر بتاعه الحساب يا بركة تسيبك من دماغي الصعايدة وسيفك التطار بتاعتك دي يا زيزي قال ليه على الله اه بقولك من حق انا قررت ارجع اقفل غسلات زي ابوها الله رحمه قديت مفتاح الورشة والواج بكر وشبر عايزك بقى تشد حدك معاف الراجل اللي الجنود اخدنا نمون بقى ونرجع ندور المصلحة يا عم الراجل موجود اسم لقيتش غير شبر وبكر هالغلابة وبياكلوا عايش يلا يا سيدي اقلب بقى شايك عشان نتوكل على الله يا عم الحمد لله لزي عافيانا قفطلت الشاي ده شاي سبحانه مغير الاحوال والسجار والمحضرات تبطيل الشاي الحساب يا سيدي لا 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 عندنا دي يا عم لأ والله العظيم ما ينفى عايب يا زيزو انت اخوي عايب 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 يا عم لأ يا جرعة ده انتخرك علي سداي بالله انا اول من الدكتور تنباري قال حي معي زملتكم المحترم لوبنة وانا جسمي اشعر حق على ايدي الواء اصلي جسمي اشعر دي حسست ان انت ماشي بجنازة مثلا لا جنازة هتكون اللي هيروح يعترف كمان نص ساعة بالزرع صحيح ده لو راح يبقى شاكله ازبالة ولو مراحش وانتبقى مانيك ساعت عليك محيش يبقى اي حرام بيني وبينك يا مروة انت اللي شجعتيني ان انا اروح للدكتور واشتكيني وشفتي بقى النتيجة طحفة انا بقى عندي لكي حاجة احلى كتير بس انا مش ينفى اقولها هيا وانت عنروح نقطة اي حتى تاني لا ما ينفعش طبعا انا مستنية النص ساعة دي عشان اعرف من هو الفعل الحقيقة في اهازيه الجريمة حرم عليك يا مفتريني انا عايزك في حاجة تانية خالص ينفع؟ ينفع نعنز نقطة بس يا جماعة ودي كانت نهاية الطالب صيدالي حلم بالاكزخانة بس يا خسارة خاف يروح يعترف الدكتورة مبارئ انا اول مرة ايجي المكتب بادري كده بس عشان خطر كغالي عندي ماداش تأخر والله عايزي مقدارك هداش بنكرع شو له اه الحمد لله هو الصدمة بالعربية انتو عام ليه؟ اه مع التقرير بتاع المستشفى الخصوصي بالاسعافات اللي تعملين جيت الاتفاق علينا انجيل؟ طبعا كل اللي امرت بيا باشا اه عافوا باشا اه بس با افتح الشاطر جامدول يا باشا الاتفاق علينا باشا بس انا لسه لقى عندهم 10 تلاف جنيه و 15 حساب قديم يا باشا اهو ده بقى لعب العيال اللي كنت عامل حسابي عليه سارقته فلوسة وعمل وارشة ولا تحبه بلغ النيابة اخرس يا كنب اه اه ده يا سيزو ما فيش كلاب بتخش مكتب زدان الدولي عشان شابه الله يا باشا ما مصبرنا عليه غير وجود حضرتك وان احنا عادين في مكتبك لا والله ما تروح كمان تجيب الطبانجة بتاعتك اللي مش بترخصها وطخه هو كمان طبانجة معاها باشا وانا مرضتش سالمها عشان كلام سيادتك تدفعت كام عشان ابنك يخش كلية دي ايه السؤال الغريب ده باشا ما عليك اللي بدخلهك كلية مستعد تدفع كام عشان ما يترفدش من شغله يا معاني الباشا المعلم شرشابي ما دخليه جاوب يانديل عشان ننتع العرق وننسى يحدامه اللي تقول عليها باشا دفتع عشان طلتم من معرفة الفلوس الجديد وقو في حاجة ناصة مش هتمش من هنا اللي هوية معك ودول المية فضل 25 ودول العشة اللي عني مش تطوية ولا غرامة لكن انا كنت مواحد ديهم وكافة غسيرات المضروبة انت فاكريني نايم على وداني بس انت عملت الصح يا ندي رادي اللي بتربط من لسان وفارق وانت بقى مش ناوي تدفع شغل شابي ولا عايزني ادفعهم بديلك بس انت عارفني انا اخدهم منك بمكسبهم لا ماشا عليك بس انا بقى ما بدفعهمش لحق ابوه ولا بتعزي ما بيقول انا بانقذ مستابة لبني ما انتو حلوين اوه كل واحد فيكم فاهم اللي ليه ولي عليه ولما ابنك بيغرامك كده يا شرشابي هتخليه يتلموا الى ايامها شوية لما اخذ يا باشا ليه معهم كلمتين كده انا نزل السوق وقال لي بعيشي ومن النهاردة عرفت كبركم زيدان باشا الدوري ولو حد دايقني وزنق علي في لقمة عيشي هجيله ولو قال لي خد حقك انا كفاء اخده طيب استنوني بارة يا شرشابي انت والحق عندين انا ليه كلام معك استلاب ولا خلص معي معنا مسيسوني هو قال لي حجم يا باشا انت كبيرنا واحنا رجالتك ومن غيرك ما كانتش هتحال استنوا انا خدت حق الاهانة فلوس لكن الدم ما يجيبهوش غير الدم ما خلصت يا بناب معرفوا بس يا باشا ما نقدر اطول اطبع يا باشا اطبع يا باشا ضرب النالة شطارة ولا جدعانة ايبقى تقولوا بمعرفتك طيب بحيفضل معايا لغاية اللي من الدين اطبع له الساموني برا الاسمحتك اطبعا اطبعا مردت شميت ايداني جبلت اي حاجة لانها تطلع مش قد المقاب بتعمل ايه يا زيزو دي فلوسك انت من النهار ده بقيت الراجل بتاعي مشان هايلك ان انا بدور على حد انطقطه ودماره بسدفة زي ما وعدتك انا ليا مصلحة من اليومين اك عوضة ليا ورايك ان شاء الله انا رقبت يا باشا انت عارف الاسمتون يستنوا برا ليه عشان ما يلحقوش يوصوا عليك حد من السابر السيب توحهم بلدهولك باليمين هياخدوه بالشمال زي ما عملوا عن مرحوم والدك هو سيتك عارف؟ طبعا يا زيزو وانا في مكتبه هنا بعرف دبت النملة في الدائرة زي ما تقول كده اشهولي لديه معلمني شوية خد ده كارت في اسم البنك تروح فورا تفتح حساب وتحط فلوسك هناك بس النهار ده السابتة باشا يا زيدي خليها بكرة خد كمان دول تليفوناتي عشان تكلمني قبل ما تروح انا حتصل بيهم وخليهم يعمل معك اللازم هيبالك اده واي ما ماتش حاول موضوع سري اولي بدرجاتي ادخلي بس ايه الحاجة ما اللي احلى من البراءة لسمعك الدفع كلها هو فيه حاجة احلى من كده بالنسبك اه انك تقولي لي مثلا على الفعل الحقيقي انا عارفة الفعل الحقيقي كويس وهقولك عليه بس اقولي للأول هتفرحي لما تعرف الفعل اكتر من فرحتك بالبراءتك اللي الدكتور اعلنها قدام الدفع كلها وما انت كنت تقول الوقت عارفة ان انا بريئة مش كده مش انا بس اللي غريبة من الدفع كلها كانت متأكدة ان عمرك ما تعملي كده هم وكنت كبان عارفة الفعل الحقيقي مش كده يا مره جاوبي الاول على سؤالي هتفرحي لما تعرف الفعل اكتر من فرحتك ببراءتك انت تعرفي عني كده تعرفي ان دي اخلاقي يعني انا عارفة ان قلبك كبير وانك اهم حاجة عندك براءتك وانه مش هيفرق معيك لو عرفت الفعل الحقيقي يا سبحان الله وانتي يبقى لغاية رأيك يا بنت السفير السابق مانا كنت وحيتها على حفظ التحقيق وانتي جتي قدام الدفع كلها وقلت انا لو مكانك واسقة من براءتي لا يمكن وعيفك على حفظ التحقيق مرضيك العمل كده يروحي النيابة وديع مستقبله والعمل كده ما فكرش فيه ليه وفي مستقبلي ولا انتي خلاص يا مروه الغير العامي قتليتك وخليتك تجزيني في استقبالي وفي صمعيك وقضى من الناس لبنا انت تتكلمي كاين انا ايوا انت يا مروه وكنت شكة من اول ذيئة بس ما جاليش هالبا وديك للدكتور عشان يحقق معيك انت يومية كنتي وقفة جنبي واستغلت انشغالي في الشرح وعملتي اللي عملتيه ودلوقتي بقى انت جيت لفي ودوري لما الموقف ضغط عليك انا بقى بطلب منك تروح للدكتور وتعترفي يا اما بقى يا اما ايلم هتفضحيني ونتوديني النيابة ما انت عارف البديلة هو ويعني مكتب الدكتور ما يتواش لا يا ربنا ما اقدرش انت اللي هتروح وتقولي له ان العمل كده جيه واعترفت لي وانه صعب عليك وما حبيتش تفتحي قدامي الدفع مستقبلي هيديها يا ربنا عشان خاطري وانا ريه ما صعبتش عليك ما فكرتش في اليه وفي مستقبلي ولا بس انت مستقبلك مهم وانا لا ارجوك يا ربنا خليك انت يقدع مني انكزيني يا ربنا الوقت بيمر انا عارف ان انغلت في حقك كثير سامحين 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 حقك رجع ابقى برحين فدوسك اللي راحت منك هاي وقدوهم تسع مرات لكن عمرك اللي راح فرقابتي ومش حسبه شكرا موسيقى المترجم للقناة 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 في الواجد أقول لك بقي ابو النور الله كل اللي ربنا بعته لنا والعيلة بين ايديك وربنا هو الخفوز يا خوية شو قولك مش هيقلني مسؤولية وانت قدرها يا بله اسحب أنا عشان الحقوم في المستشفى سلام سلامة كينغ اهلا بالوقت النادل اللي ما تمرش فيه لقمة عيش كناها سوا ما فيش وقتي بيعرف ياخد حقها معالبك انا جاي عشانك مش عشانك ومين قالك ان انا عايز من خلقتك اي حاجة لا عايز عايز ونص كمان طب قوم دلوقتي بدل والله العصير ايه معلم هتضربني بالنار انت كمان ان انا حفظت سرك وخدمتك وصمت ايشك وملحك لا فدي عدك العب وازح بقى مارد ما بلغت عني وكتبت واحضر في ابن الشرشابي عشان تضيع مستقبله او طول ما انتوا بقى بصلي من فوق كده مش هتفهموني لكن مالحوق قم دلوقتي يا زيزو قم دلوقتي ونصيحة خاف مني اسمح بقى يا معلم انا جاي دلك على عدوك عشان عارف ان دماغك مش هترتاح الا لما تعرفه عدوي ماكبرليش واخد حقه وطول لسانه علي وقفل الباب اللي بيني وبينه جايلي ليه جايلك عشان انا عرفت مين اللي بلغ عني وعنك كن عايز يحبسن احنا لتنين عشان يقول مين قدي بس هلا الدرويش الصغير بيهم براسه الفوق واطلعه ريش ولوافر وبدأ يهبش في المولانا الكبير اللي علمه الدرويشها عطية اهلم دلوقتي بنادي اللي ما تمرش فيه لقمة ايش كنها سوا بفيش واطي بيعرف ياخد حقه يا معلم انا جاي عشانك مش عشانك ومين قالك ان انا عايز من خلقتك اي حاجة لا عايز عايزه نصه كمان فبقوم دلوقتي بدل والله العصير ايه يا معلم هتضربني بالنار انت كمان لانا حفظت سرك وخدمتك وصمت ايشك وملحك لا فدي عدك العب وازح بقى مارد ما بلغت عني وقتبت واحضر في ابن الشرشابي عشان تضيع مستقبله اه وطول ما انتوا بقى بصلي من فوق كده مش هتفهموني لكن ملحوك قم دلوقتي يا زيزو قم دلوقتي ونصيحة خاف مني اسمع بقى يا معلم انا جاي دلك على عدوك عشان عارف ان دماغك مش هترتاح الا لما تعرفه عدوي مكبرليش واخد حقه وطول لسانه علي وقفل الباب اللي بيني وبينه جايلي ليه جايلك عشان انا عرفت مين اللي بلغ عني وعنك كن عايز يحبسنا احنا الاثنين عشان يقول مين قدي اخسارة الدرويش الصغير بيهم براسه الفوق وطلعه ريش وضوافر وبدأ يهبش في المولانا الكبير اللي علمه الدرويشها عطيه عطيه بتاع الشرشابي ليلتا كان في سنترال الوبرة وطبعا انت فاهم بقى البلاغ اللي راح ضدنا للحكومة راح عن طريق التليفون ولما تسأل وشه قاله بتاع الهب وانيه غربت وطبعا انت فاهم المعلم شرشابي كان لسه اقافش حصته من الغسلات بتاعتنا المضروبة قال له خلاص اضرب كورسي في كلوب بالمعلم أنديل البرودي وانفش ريشي في الشارع وقلوه اعزاي ما انا عايز قرفت بقى اني مش نادي ولا واطي قرفت بقى اني صمت ايشك وملحك همعلم أنديل وانهيلي اكيد للكلام لا يمكن جانس تستاط في المال عكرة وتضرب ما في بعض اهو اعطيه عندك تحت ايدك هات وانت تعرف وانت تقدر انا ماخدش حاجة مش من حق همعلم والعشر تلاف جنيده لوعدك ليه مش اكتر بس امان عليك لو جيت في يوم دقيت بابك واحتاجتلك ما تقفلوش اللي النهاردة ما تحتاجوش رق بكرة تحتاجو طب سلام الله لو طلع انت انت اللي عمل لها عشر شابي وحيات امي ما هرحمك ما تقول لنا فزورة اهو حيات ابوك بس ما كنتش فيها بيض ماشي ما تشوف اخيتها في ورشة الفوزير دي كنبلة وقعت على قهوة عملت ايه 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 بون عملت بون اتماه لحد كده رجالة موتنا شغل بكرة منجيش يلا اسطروا بسقطوا عزة دي على فاني عملتوا هو انت مال اهلك يا هد انتهينا صبي واللي يقول عليه الاستوات هو اللي يمشي فاهم طب الدول المباتيح وروحوا زي ما انتوا عايزين المفتاح ده من اللي الده هو ليه زيزو يبقى من اللي ياخدوه لا زيزو فيه يا جدعان احنا نبدأ هنا بقى من الاولى واللي ايه سادة بالله دعمنا دي تثبيتها زي العسل انا مش عارف احنا عادين بنعمل ايه في المخروبة دي بالمخروبة دي بالمخروبة دي شابرو هتعمل وتفقى زي الفل ان شاء الله يخطف رجلك حد انور هيديك بضاعة حملها وتعالى هنا على طول وبأمر الله اياد هيمسك الحسابات والمديات الحسابات ايه ومديات ايه اسطروا واحدة في بداة وببعض مديات هتعرف بعدين وانت بذلك بقى تقعد هنا طب ما امسك انا الماديات واياد يمسك اي حاجة تعجبها انا ايه شابرو يا عام شغلك ودوروا براحتك طب دفعت الايجار طيب اكيد نسيق ده بيسألنا انا انا قلتها واحدة شابرو يعني انا نسيت اكيد خلاص نسيت طب اعلي فل لو ده لانا نكيف منه بقى اخوان فلوس اه جبت بيوم سجاله عشان دويتش ومشبك ايه مشبك عشان شعره بيقع عشان شعره بيقع عشان شعره بيقع انا عشان كده بقول ايه ليس كالحاسبات خد ايه نشوف ايه طلع من دول 35 جنيه تدفع الايجار لحد ما اختف رجلي يا روحتو حد المستشفى شوف اقيتها هتطلع ولا هتطلع ايه بان شعر بقى تمام هتجي بضاعة تخزنوها في الورشة لحد ما نشوف المخروب اللي جاره لان نركب له افر كتب ماشي الكلام تمام تمام الكلام ماشي عم يا زيزو فضل يا باش مهندة شعره ماشي بقولك يا زيزو فهموا ان انا قديمه عنه مش لما افهم انا الاول يعني مش عايز ازمق منك واسيب الشغل يتحرق على دماغك ودماغه ودماغ الكلب ده يا شعره بتهدد ضعب شوية يا جاد عسكت لما شعره اتكلم ما اسمعش غير الصمد شعره طب انا بقى اعطاها لك ودرك دعشة بتصمعش حاجة اخر يا بقى نزل المطوع دي يا اخوية انت هتشتغلوني ولا ايه تزمى بوسيني الشغل هتروح فين يا اردن انت اللي تجيبك موزة بكرا ان شاء الله بأمر الله بعد الظهر هنركب اول غسرة مع بعض وبعد كده بقى عليكو يا رجل حلو الكلام؟ كلام يا رجل يبدونا يسطر يلا يا عم يلا يا عم يلا يا عم يلا من هنا يا جدع يلا من هنا اخونا انت وهو الفضل والنعمة يا خانتي تايمة بقولك كده كل ما روح في حتة لاقيه وراي عمال يوفرق كده يوفرق عارف يا زيزو كل ما روح في حتة كده داير وراي داير وراي داير وراي لا يا ماريا حكيم جاهلت تحك لك قولنا عليه بس يا بنت خاني خليها ندخل خلي الهم ينزح يعني كلمت بكاد يا بنت يا ماريا خصي عليك يا خانتي هو انت مستكترة عليها ولا ايه والنعمة دكتور وعمال ينمح كده في حاجات كده مش فاهمية بس انا بقى مش مرقة عارفين ليه ليه يا امو المصاحة والنعمة علشانة كنت يا زيزو يا بنت وده وقته خليها ما نتكلم جد قدام قريبتك اللي مش عايزة تهوينا واتروحي بقى لدية قدام امك كمان اسمها والدتك يا بنت ماشي زيزو انت اللي مش عايزة تتجوز والله العظيم يا زيزو والله العظيم ما تلاقيها احد في الدنيا حبك قدى ماريا انا هقولك ما بتجوزكيش لي يا ماريا مره واحد غلبان اتجوز واحد اغلب منه خليفه اياه وفضلي ولطمه في الدنيا والدنيا تقاطم فيه واخرة المتامة سارق ومات بحسرته عرف الراجل ده يبقى مين يبقى ابوه يا بس الدنيا تغيرت يا زيزو والزمن مبقاش هو والزمن الدنيا هي الدنيا اسمها يا ماريا خلي كل واحد مننا يروح في طريقه يمكن ربنا يكرمنا لقاله لما حد يحتاج للتاني يلاقيه ويسند عليه ما حافظ يا بيت يا ماريا ماشي يا عزيزا اما حبك قدر حيبك ترغب والله يهمينه والغيره وما فقاله لأي حاجة انا عايزة بحمرك كده كسرت الخطرها يا عزيز سبيلة يمكن تفوق لرساها ويريب بقى دكتور ده رزتك في كلامه تجاوزها يلا يامر توقين انت على الله بقى يا بني روح انت يا بني انت تعب تأمر ازاي بس يامر انا بايت هنا معاه روح وطريد لها مش حايز هتعبكم انا هدوحك لوحك ويرمين الله انا لحبك معاه خلاص امنا حاجة من ده اشكال حاجة يا بني عندي ليدي حاجة الدين مفاجئة لما ايه خير يا بني انا ربنا كرامي القرشين كده وهخليك اتحاجي خلاص حاجة ده يوم المنا يا بني بس حاجة الفلوس من ايه الفلوس موجودة الحمد لله تقدر تقولي كده حق عربة خيب اللي بعدين السلام عليكم عايزين حاجة لا يا بني رب مزيدك ويبارك لك يا رب خير يا سيدي المعلمين انا قدامك يا معلم عطي يا سيدي المعلمين اللي يخون في شغلانتنا دي يبقى غشيم وهو مين بس اللي خياني عمعلم يعني ما هو الخيانة متستخباش ولما بتبان بتبقى خراب مستعجل لاللي وزك حينفعك ولاللي قالك تخبص حيفيده انا اخبص عليك انت عمعلم طب ليه بس فهمني ما هو ده من غبوتك ما انت بتشتغل بتشتغل بقوجرتك لاليك في الطور ولاليك في الطحين تخبص ليه لا هيقدمك ولا هيأخرك انا مش فهم يا معلم انت بتتكلم على ايه بس فهمني برضو يا معلم انت سمع اي صوت انا عطي يا لا يا معلم ايوا مفيش صوت يعني لو ما تكلمتش طلقا من المسدس ده تعدي من مخك الغبي تطلع من نحاة تانية بعدين هتويك هتويك زي الدبيحة ولو سألوني هقول ما عرفش عنه اي حاجة هتتكلم انت 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 يا معلم انت مين اللي وزك مين اللي وزك تبلغ الحكومة على الغسالات وكرتات اللي في المغزن اقول لك وريحك ليه رجالتي في الاسم قالولي على كل كلمة انت قلتها طب وكتب الله يا معلم زي ما بقول لحضرتك كده بالزابط يا معلم ورب والله يا معلم والله يا معلم طب وحضرتك لاحضرتك الأن بشاهد علي روحك أعطيا ودع الدنيا هقول يا معلم هقول مين عشيروا لي يا معلم هو اللي وزني علي أقول لك كلام ده ولو ما قلتوش ي surgeons ايه السبب معرف يا معلم، بس هو كان دايماً يقول إن مفيش حد في السوق كله سمقه بدماغه غيرك أنت وطول ما أنت موجود، مش هيعرف يعمل اللي هو عايزه اللي هو إيه؟ هو كتاب اللي يا معلم معرف أبتر من اللي تقولك أبو سيدك، أبو سيدك يا معلم المعلم لو عرف جملة من أنا قولتهم دول، هيطرقتي ومعرف 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 حاضر 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 ولا أكني شفتك فوت ابتركنned، حاضر ابتركنني علوها فعليك يا دزيزيك جبتober من النافسك يا شر شعبي هي يا اللو بنراحى فيup? راحى لدكتور تمباري المكتب الدكتور تمباري مش في المكتب وأدة في المعام بجد؟ طب شكرا انك قلتلي طب احنا مش فيه مننا كلام ولا ايه؟ والله صرفتي ما اظهر وقلت هنسة لا امدا ده انا حتى مبسوطة جدا النهاردة ان الدكتور تنباري اظهر براقتي قدام الدفاعكم الله ما انا عارف تحت عامل كمين محترم لللي عامل فيك كده تبقى مش نهو تظهري براقة انا كمال براقتك؟ براقتك من ايه؟ طب تعالي نهوت في اي حتة نتكلم اعزامك على حاجة وتعرفي معلش مش هينفع عصان انا لازم اعرف بابا تعرفي بابا والله دي حاجة مشنجعة اوه طب تيجي معي بقى الدكتور تنباري هقول له على حاجة هتشنجعيك اكتر حاجة ايه؟ تعالي بس معي وانتي تعرفي يلا انا متشكر جدا يا دكتور صلاح في الحقيقة انا مش يادر اعبرلك عن ماذا سعدتي بالخبر اللي اسمعته من حضرتك فعلا يمكن ده احسن خبر سمعته من 3-4 سنين احنا منقدرش نتأخر عليك يا دكتور ما تصورش الموضوع ده كان صعب قد ايه بس احنا زلنا كل العقبات وان شاء الله يروح ويرجع بالسلامة قول ان شاء الله يرجع علينا بالدكتورة يا دكتور تتوفيك ان شاء الله سلام عليك اللي عفو مازن ابني عن إذن حضرتك اتفضل ايوه يا مازن جيت في وقتك يا بطل ازايك يا لبنة يا بنتي الف الف مبروك لك عندي خبر بمليون جنيه بشكل حضرتك مقسود قول جدا جدا طب قول بقى عشرية كمان هبصرتك يا بنتي في مشكلة تانية ولا حاجة لا يا دكتور ربنا ما يجبش مشاكل انا بس جاي يعني اترجى حضرتك انك تصرف نظر على الموضوع عن نيابة وان العمل كده يجي لك المكتب يستسمحك يعني يعني ايه لا يعترف ولا نيابة ولا حاجة لا 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 اسمحيلي يا لبنة يا بنتي انت كده بقى تبقي بطرجي في ايه بقى كنت جيالي وبطعياطي وسمعتي يا دكتور واللي انا عملته ده كله وفي ايه كلامك دلوقت يا بنتي يا دكتور ما هو اللي عمل كده جالي واعترف وبصراحة يعني مرهوب يجي لحضرتك خصوصا ان الدفعة كلها عادين بره مستنينوا يشوف يشوف هو جاي اعتذرلك انا بترجعك يا دكتور بس انك تسامحه وتعفيم انه انه هو ايجي لماكتب اموما يا بنتي انا بحييكي وبحترم روح التسامح اللي فيك دي يد واموما حضرتي فرحان جدا 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 بالخبر اللي اسمعته دلوقتي ومستعد اعمل اي حاجة ترضيك يا لبنة طبنا يا خليك يا دكتور العفو يا بنتي فضالي استني يا لبنة سألي اخي عايز اقدام لك بقى لبنة لطفي احسن طالبة عندي في السكشن ايه يا مازن يا ابني انت ناسي ولا ايه لبنة دي تلمستي يا دكتور ازبر علي انا بعرفك بيها بطريقة مختلفة خالص امم اوعى تكون عايز تقول لي انك معجب بيها وانها ان شاء الله هتكون قرينة معالي سيادة المعيد المنتظرة عايز اعرفك دكتور صلاح من ادارة الجمعة الرجل جاي وتعب نفسه وقابلنا بشرة عظيمة البعثة بتاعتك وصلت ادارة الجمعة امريكا في انتظارك يا بطل مازن ابني يا دكتور صلاح اهنا وسهلا دكتور ميش الف الف مبروك تروح وترجع بالسلام عن اذنك الله يبارك فيك يا دكتور احنا متشكرين جدا جدا عن تعبك شكرا مع الف الف سلامة فانا يا بول انت بتعمله ده احرقتها جدا شش اسكوتينتا ماذا؟ اههةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اصل الولب مازن ده دايما بيعمل معايا winners يعني بتدلع وعمилли في أرومي و Italia وكل يوم التاني يجيب لي واحدة ويقدمهالي على ان هى 신 cellular واتك sinni اتعودت على كده بقى ابقى اتفظى sitztر ماذا؟ ولا حضرتك عملته؟ افهمني بقى قلت لك أمريكا في انتظارك انت من هنا ودلوقتي ما عندكش أي وقت انك تخطب وتحب وتعيش الدور دوت اسمعني يا ابني بكرة تروح أمريكا وتنسى الأبناء واللي زيها وهي كمان هتنساك وتتعرف لك بقى انها كعلى واحدة خواجاية وتتجوزها وتجيب لك عيال بالألوان الطبيعية مبروك عليك أمريكا برضو ما كانش بالطرية الغريبة دي عن إذنك نبقى نتكلم في البيت مازل قلتني إيه بس الوقت زيزو ده لازم نخلص منه بأي طريقة معنش تغل مجرمين على آخر الزمن ولا ياشر الشيابي لا الوقت كبير هاوي وعده وأنا قلت لك ده هسابقنا في لمب القرش ما انت شايفت دوري معجب بإزاي يعني انت كل واحد مش هيعجبك هتخلص منه يعني مش هيفضل حد مشارع عبدالعزيز الله بعدين معك هاندي ما احنا طول عمرنا عايشين على الحلوة والمرة مع بعض يعني انا لو كنت وقعت في موضوع الغسلات ده كنت يعني هتوقف جنبيه اه بجنبك ده انت راجل رامة صحيح مال من اللي راح معك الاسم ووقف معك وعمل اللازم ده انت ما يتمرش فيك ابدا اللبناء 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 اللي مش هين في عجرة وراكي كده في الكلية اللبناء من فضلك الديني فرصة وان هشرحلك إلا حزر أناش اتركوا اسقوا يا دكتور ومش محتاج حد يشرحك انا ازناك ياله يخوهن مش إقوم يحولكو يخوهن مش هينفع كدا ايه يا عم بلاطه خالص يا عم مش كنا جبنا انا نح秋 اتععاشو هيا شابله او خبل كبير وخلم الصديق خالص ايه دا يا عم ايه يا عم ايه دا يا عب اتعوبة يا ايه يا زي زو اه اه آه عربي يا الستافرة ايه ايه دا ايه دا ايه ايه دا ماشي الله اسفر برا وجوه ايه يا عم السلحل ايه يا عمобр zwischen ناشرع الخبيبي يا معالي الله يبروك شراها يا عما انتش فاهمة انتش فاهمة جدا عمش عبرو تعاوا ريمي عمالت ايه في المحل وفي الوجه اخدنا وشي نضوى فاضل وشيره بأزايل فل ان شاء الله ايه ده ايه يا عما عايز وشي الشيحم يا عميات يا عما وصبر بس يخش عاين بس بسم الله رحمان الرحيم اتفضل خلاص زايف فلن مش يخش دلوقتي لما تيجي ليفتطة انا حالف مخش جلما تيجي ليفتطة يا جيجي انت مش قولت ان انت راح تجي ليفتطة يا دي وقفة الشباك اللي جايبه لنا الكافية دي يا دي النيلة علي وعلى اللي جابني في يومي للسود يا بيت يا بيت تعملي اي حاجة بدل الوقفة المنيلة دي ايه ده ايه ده ايه ده هو فرح بنت انديل بينصبوله من دلوقتي فرح ده ايه ان شاء الله احسن من الفرح ميت مرة ايه تي ما انت عارفة شارع عبدالعزيز طول عمره زحمة عامل زي المولد اللي مالوش صاحب شارع عبدالعزيز النهاردة يا اما اطلعلي وفصة الماز فين يا اختي فصة الماز اللي اطلع له ده ما هو يا اما في وشك اها اقمتي مش شايفة دي افطل حمره اللي عمليين ينصبوها يا اختي ما كل يوم بيفتحوا محل ويقفلوا محل محل مين ده زيزو المعلم زيزو على سنه ورمح الكهربائي ده كان زمان وان شاء الله حيجي اليوم اللي يجي على عدخل معلم ويقوم لسعه على قفاء ما علم مين يا بيت اللي حيلسعه على قفاء ما قلتلك مت مرة فوق لنفسك بقى قلتلك مت مرة السكة دي اخرها يا ساد يما لو صدا حسلكها لك ما تخفيش حسلكها مش ده الواد اللي مكنش عربك انت يا ابويا وبوتقوله عليه اللق مطارية طب هو وقفه هو سبع بصي سبعه هو وبيفتح محله وحيبقى سيد الرجالة ان شاء الله المهم ابوكي والرجال اللي زيه حيسيبوه قولي لي يا بيت الكهربائي اللي انت طلع به السامة ده يا طرى انت مالية ايدك مني يعني حيجي لغاية هنا ويطلبك من ابوكي يما هي الكوتشينة مش بتتلعب ايه ورقة ورقة صح طيب اهو ما نطلع بالورقة الاولانية عشان تقروا وتسحب معايا في اللعب العابة يا اخت العابة ما تشوف مين الايقاش مهدي الورقة بقى اللي حتفتح لي الدور كله ممكن افهم حضرتك بتكلمي مين في التلفون رد علي يا بيتة بلما خلي نهارك زي وشك يما صبوري شوية صبوري وبعدين طالما زي وشي يبقى حيبقى ابيض وزي الفل ان شاء الله ايوه يا متر ازايك يا اخويا سناء الشرشابي مش كده احفظني شوية امتى يا متر والنبي صحيح يا الفنهار ابيض هتكتبها النهار ده اتي بتكلمي مين يا بيتة لا ما تبعتليش حاجة على انوان انا هعدي عليك اجيلك امتى حاضر قبل المغربية ان شاء الله سلام عليكم حرام عليك يا سناء انا بقيت عيشة معك يا بنت في فيلم روع خلاص بقيت عاملة زي لطرش في الزفة ما بقيتش فاهمة حاجة انا مش مسؤولة عنك انا هبعت اجيب ابوك يرقاعك علق تموت عشان اخلص واني بتخرجة بنا من الموضوع ده خالص وعلى فكرة انا عارفة سكتي كويس طيما تعرفيني سكتك طلمك حبيبتك ريحة فين يا بيتة ياما نازل اعمل الوادي نازل ابارك للرجل عالمحل بتاعه نازل ابشاره بالورق اللي هتوصل للنهاردة ورقة ايه يا بيت تريحيني ورقة طلاق ياما يخرباتك طلاق طلقتي نفسك يا بيت لا ما تخفيش هو اللي تحطت فوق رعابته الجذمة القديمة لغاية لما طلقني ولا تكت عايزيني يستنى لغاية لما يطلع من السجن ويشبهني معاه اه ولا تلاقيني عايزة اقعد جنبك لغاية لما اخلل لا لا خلاص انا ما بقيتش مسؤولة لازم ان ابوكي اخد خبر اه يا ناري اه يا خوفي لو ابوكي خد خبر حينيل عشتي انا قبل عشتك اروح منك فان يا سناء يا بنت بطني اروح منك فان بسم الله ما شاء الله اللهم صل على لدي ربنا يملهو لك بارك عزيزي ورضاك ودعاك ونفثك معانا يا عم الحاج قوموا بالصراع النازل الامر اللي له واحد يا ابني وفي بالك كله اللي زيه زي الناس عمري ما يحتاس ما فيش امر بيننا ولا طلبات بيننا ابدا شوف حواليك كده ايه الاجارات اللي ماشية ازاي وانا اخر واحد وانا تحت امران عداك العيب يا عم الحاجة بس لازم انتقوله قوله هك يعني عشان ده برضو اذنك ولازم انت اللي تسميه اسمي ايه اسمي بيني وبين زيز وابني برضو تسميه طب انا طلب خمسمائة كده ماشي الحاجة قولايل يا حاجة كدير يا عم زيز وانت مش عابل مساحة دي عم ربنا لا يجعلك من قطاع الخير يا اخي وانت هتدفع حاجة من جيبك ده خل الرجل يبقشش علينا شوف اعمل حاجة صلى بينا عنابوله على سطر السلاة عاليني زيقلك السلاة انا هدفع خمس تلاف جنيه ايه؟ 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 انت بتقول ايه يا زيز؟ بطا غزار بقى يا ابني خلينا نخيص وربنا ما بغزر يا حاج رمضان انا هدفع خمس تلاف جنيه شهري وبعد عشر شهور كده ابو كام عشب خمسة بخمسين المحل ايه قلب تمليك؟ تمليك بالقسط يعني؟ يا عم الحاج ده مبلغ معقول وبعدين انت لازم تسامح برضو في معزيزه انا بأجر يا انور يا ابني مش بمالك يا عم رمضان المحل محلك اي وقت عايزه افضيهولك وقتي خمسين الف في المعقول وزي الناس علي اقولك في المعقول يا انور يا ابني لو ادفع فوري طب صلي بينا على نابه عليه الصلاة والسلام انا مش اقولك عداشر شهر انا هدفع اتناشر شهر ان ابو خمسة هه هه بقى ستين الف جنيه ايه عم الحاج شايف المحل شكله قدي قبدي جاد نفس اعرف دماغك بتروح لغاية فين وبتفكر فين يا عب عزيز يا ابني عبد الرحيل بتروح لحد قلبك السمح وشك الطابع عم الحاج سمعنا مبروك بقى مبروك عليك بقى يا ابني فتحة خير ويجعل الدقان دقانين ثلاثة امينة امينة ربانا خليك يا عم الحاج تحب نسجل النهاردة ولا لما تفضل لا خيروا ندروا عاجلوا يا ابني انت مش جبت عرويجة نختف رجلين احنا الاثنين ونحلو هات الشهر العقار اللي في العتبة خلينا نخلص بالمرة وتشوف مصالحك واو شو أغلب سيلا يا اخوانا كل واحد بقى يرزع عندوته هنا شهود على النسخة دي والنسخة دي يا نالا البصفاجة عم زيزو يا عم انت هتم دي مكان المشتري انت اللي هتبتع المبلغ كله بلا بريك لك عم انوار اكتب بقى عم انوار هتسلم الطرف الاول بن قوسين لا بن قوسين ما تكتبليش بن قوسين بن قوسين اكتب اسم الحاج سلاسي مبلغ وقدره خمس تلاف جنيه كل اول شهر ميلادي ميلادك انت؟ كل اول شهر ميلادي اللي هي باليه الوزة دي باليه الوزة يا اخواني من تاريخه فضل عم الحاج كل شهر يا ابني ربنا يجعلك مستور ويخليلك ولادي الحلال ويخلف عليك بالحلال ربنا خليك يعمل حاج على ان يستلم الطرف الاول بن قوسين اريخ انا دي بقى اسم الحاج سلاسي المبلغ المذكور اعلى لمدة اتناشر شهر ويحق للطرف التاني بن قوسين كتير قوي كتير قوي كتير قوي كتير قوي يا قوسين غير دون الرجوع للطرف الاول الطرف الاول تمام يعمل حاج ايه ايه الشطرة بتحتك دي يا زيزي يا ابني دم تفاشر دم تمحمي تحت التمرين والله ربنا نخليك يا ريس سلام زيتك بسم الله الرحمن الرحيم على بركة الله ايه مبروك عليك يا ريس مبروك عليك يا زيزي يا ابني ربنا يبريك لك ربنا نخليك عمل حاج انا سعيد بيك وفرحان بيكم كلكم ربنا نخليك حتلينا شوية بقى حاجة حلوة كده وشو صليب بسبوسة وبقدل حاجة الهندبح النهاردة احنا حاجة ساعة كمان يا شاب يا باسر يا باسر مش فاق فاقينة هاتفاق فاقينة لانور وارمعها فاق فاقينة ها يلا عتا مش الدحية لك يا عمي مش هنفضل طول الليل وان انا هدير يشير في الكارتة الديمتوت بالراحة 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 على مهلك ما تزناش الحاجة ببعضها هلو على مهلك ها موجود ايه ها حاجة محمد الله ها انا وقف اوه وشايف المحل من هنا واللي يفت هي قدامي ها والحاجة رمضان لسه داخل عنده ها بالله ابو انت ايه اللي مزعلت هو شارع ابونا ما تسيوي اكل عيزة يا اخواتي يا اخي هاي ماشي يا سيد انا موجود رحمة امي يا شرشابي لجيبك على اسنانة ما دام خند لقم ما تلايش ان ما يلحل بنا سأل فولة عموم سأل فولة حبيب ايه سمعت النهاردة ان في فرح بنتك ولا دي اشاعة لا لا حقيق امال فين اتجاو بتاع اضواء المدينة على ما زيها يعني الرقاصات وحبال النور والأفرح كله هيحسب بس انا هعمله في الشارع فمش عايز دلوقتي ان انا نقفل المحلات دي كلها يا سيدي تقفل المحلات وانت شوها حاجة عنديه الا ما نقفل اليوم عشانك السخنات دي ولا ايه اه سخنات غاز معطابة او جايفها من اين ديه؟ اه يا من عند اخوية جوتنبرج بعتلي من المانيا الصابوية كان متجاوز واحدة المانية عليا النعم اخوك ده مزاجه عالي قوي ما هتديني كم حيتة ألف يوم عايزة؟ كم حيتة؟ ببيع مزبوسة انا اه؟ يلا يا حبيب عشان مشتاق النافس يلا يلا سلمني على جوتنبرج اللي عايش في المانيا طيب يا حبيبي يا ابو دمي خفيف يا لطيف الله والفين بكري ومشو اللي ايه؟ اكيد زيق ومشو احنا برضو تأخرنا عليها زيزو ايه العبارة طيبة ومشو الامور ماشية تماما لا يا سيدي لما شافنا بناخد كميات بمبالغة بدأ يسوق العوة لا هو احنا الجواه ولا هو اللي جواهنا؟ احنا خدنا منه العملية بتاع المكاول بخار صح؟ جبرت والحمد لله كما كسبنا يا سيدي تمانية وعشين الميتة بصراحة ربنا يا دي اللي زبطت معانا وجبنا العربية والمحل والراجل كان زيق الفل وما تأخرش الحمد لله اهو الهالك اهو يا عم أنور اهلان زكي حجباكري وحشن والله تسلم تسلم يا زيزو انا عايزك بقى تحضر بيني وبين صاحبك انتو شاورتو على السشوار الياباني وخدتو بسعره تمام والازق في قفانة اكتر من اربعين يوم وطلعنا مني وبتضلين يا زيزو لا ده ده بقى عم أنور الكلام اخده وعطر وبعدين مرة كده ومرة كده تواخد فلوس الساعة الكاسي وبقى لك كم يوم على السعر اللي انا طلبته منك وفي الاخر قلت له هيمشي ولا مش هيمشي قديك قلتاه يعني ما اشترتش والعبارة بس اجد عم تفهمونا يا عم زيزو هو راح يسأل رجع لي قال السعر ما بياكلش معاي وطوله خلاص يا حبيبي يومين كده واجهز لك فلوسة لا 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 بما يرضي الله فيدي مليكش حق يا حج انت عارف ان السور هو روح السوق ولو ما اخذ عنا لما تبقى اخد مني قرشي ومنمل عليه يبقى لجلك فوق رهابتش يا عم زيزو ما اليومين عدوا خلاص وفلوسة جاهزة يا عمينا انت اخدت الفلوس عملت بيها مصلح ايه المصلحة خلصك جاي ترجع الفلوس حصل ماشي ويه بقى طيب يبقى اللي يبقى ما بين الناس الطيبين اللي ما تنساش الاخير اللي بعضيها القرش اللي نفعت في المصلحة يرجعوا معا حسنتم اول مرة اسمعها دي لا مش اول مرة دعار في السوق يا ابا ما تهدى بقى يا عم عنور ما تبقاش ديق الفلوس اللي عندك كام يا عمينا بمية وعشرين الف وانت يرديك ترجعهم كام انت عايز ايه بس يا زيزو انت يرديك كام كان ان كان علي ورحمة ابويا ولا دم يسيل زي النار دي مارداش اخد منك فلوس من اساسه طالما ده اعرف مصلحة عمي الحاج انت كنت قلت له على سعر الكاسيو كام اللي قلت له ما عجبوش يعني لو كان عجب وكان يبقى مصلحات ما فيها كام يعني احسبت تميع عشرين الف جنيه خلاص يرجع الفلوس وعليهم نص مكسبنا خلاص بقى انور انا هرجع له فلوسه وفيهم خمس بواكي تاعي دايبا ليا بس هو في من الاخوات ادب بردك شفت المحل الجديد بتاعي مبروك يا سيدي عايزك بقى تشرفنا يا حاجة استبري يجبوك تشب معايا الشاي السلام عليكم فلوس انت يا باركة يا سيدي حلمك شوية ساعة ولا ساعتين وراجع ايه ده افردها بقى غلطتنا ولمناها غلطتنا فين البكة على راس الميت يا حبيبي وقبل ما تطلع جنيه لازم تعرف زبونك ومكسبك كمان احنا النهاردة في مصلحة الساعة يبقى كده حطنا العربة قدام الحصان لو ده اللي انت عملته في مصلحة المحل بتاعي حطيت العربة بعيد كوة عن الحصان ليه بقى يا خونة واخد المحل تمليك بس بعد سنة ما تدفع فوري وتخلص فلوسة في جيبك مقى فلوس المحل دي يا حبيبي لو دورتها في السوق على مدار سنة تنزل سعر المحل للنص وكله بتساير ربنا الله و اكبر عليك مش عارف انا اجري ورا دماغك دي ازاي ابعت بقى اتنين فخفخينا فخفخينا؟ لو حد شافنا اتنشرب فخفخينا يزيزو حنتنزر خليهم اتنين شايف الخمسينة خليه على الله ايش دا؟ ربك بيلهم عبيده ساك عبا ايمن اتقعد هنا يا عبو سايف دا كنت اتشف الورشة بتاعتك مالا خياد وشك اسفر كده ليه يا عبو كنت هكهرب كنت هموت كل ما دوس حد زرارك يا ربدي خربت امك هو قعدت تكون حلقة المطور انت خاف على المطور ومش خاف على الطور اللي كان هيموت يلا قداما ما نشوفها يا بيبتي ايه اهو يا عبو كل ما اجدوس حد زرارك يا ربدي عشان حمار هو فيك اهربية بتكهرب يا غشينة الله يا الحمد يا ابا طب ده انا ابو يا كان بيمسك فرتفيل التلاتة فاس بيديه كده تحط المفاكة على جسمه ينور وبعدين بقى شكرة الدول بشهية لحام عشان ما يلمس مع البود عايز تكرر بالزبين فضل معايا خلع السبورة يا دي السبورة يالي اتحرمتم بالتعليم الفرصة لسه قدامكم ده ايه ايه اه شايف الفردة دي فيها سلكين سود طلعين كل واحد على فيوز في البوكس ده الفردة دي بقى بتغز الفيشة طلع منها يا فردتين واحدة اقدر واحدة ازرق كل واحدة على فيوزة ركز معايا اهوه بيتجمعوا هنا زي يفتح يا وردة وقفل يا وردة الله يرحمك يا ابا الزرار دا بقى بيقفل الدايرة اول ما تدوس عليك الكهارابة توصل للمطور اللي هصلي تشتغل المطور فين؟ يا عبو توزيع المخدرات اهسهل من توزيع الكهارابة بتاعتها المخدرات دي لحز الدماغ عشان كده عمرك ما تبقى صنايا تقدر كده صمي طول عمرك وبعدين يصل ايه بتحط زفت شوال تحت العبابة دي هنبيعها زي دلوقتي بتجرحك مش هتقول الله ارحمك يا ابا؟ بطلها مضا اه فضل اقفل مساء الخير يا اصدقى مساء فولست الكل ايه دا؟ مش هيئة دي زحمة الغسالة اصدقى توقل انت الله حيب على زمالك هناك اعمل ايه مصلحة بان مجيلك طب اه شكرتلك لشيش دي طب مات يالله يا انا طب مش هل اقفل الدايرة؟ يا وده يقولك اتنايل امشي يلا الحيا وسلا بنا ما تاخلص امور يا ابنا سنان في حاجة بعض الاس nueva 北 استوarus انت محاش تاني يا زي قلتاجي اقول لك واحش تاني ما قلتاي مش انا يا سنان احمل لك ا blossom ابويا واقفلي زي الزنار في الشارع عايزي بركلك على المحل يلا يبركفيك يا consent قطوع sympathyه يزيز يا استو genug جواهت على طول ج Wyatt اسو пришل مني كانت مش كده بالراحة بنتا أنديل إن عارضة فرح هروح أقوم بالواجب خمس دقايق كده واجه اختفق إيه؟ لا بقولك إيه؟ أصلا عندي مفاجأة لك عايزة جيبها ووريها لك توريني إيه بس يا سناء يعني؟ يا واضحة ووريك في الخن مش معقول كده خمس دقايق في الفرح وحاجة اختفق سمعت إنك ركبت تليفون جديد في المحل رقم مكان لسه مشتغلش يا ست بأمر الله لما وصله الحرارة أجيب خطاتي بتبقى الأرقام على المحل طيب هعدي عليك هنا بعد الفرح كده وابدوك أنا عربية جديدة وابدوك بطيطة وابدوك بطيطة